اشتركوا في القناة من اجل حلم اجيال السلة التونسية من اجل الانبياد لندن امانينا الغالية ودعواتنا بالتوفيق لمنتخب نصوري تونس قرطاج من اجل الكان متعكورة السلة غدا ضد الغزلان الانجولية من نصوري قرطاج الى اولادي ورجالي قرطاج من خلال اولاد باب سويقة التراجرية التونسي اغير الموجة هذه المرة وتكلم من لعبة العمالقة الى الشعبية الهولى حبيبتي وحبيبة الملايين الفوتبول او كرة القدم هنا المنزة وهنا استادها الولامبي وهنا ترشي العاصمة يلتقي فريق الوداد البيضاوي الوداد الرياضي المغربي المعروب بالوقل في لقاء تو بي اور نوت تو بي من هجل سيمي فاينال الكاف شامبيون سيك تنتلق المباراة في لحظات وهذه ورقة اللقاء ورقة الفريقين تشكيلة العريتين الوداد البيضاوي ضيف الخطرات في حراسة المرمى نادر لمياغري علمين ايوب الخالقي علي صار مراد لمسن يوسف رابح اكسيالم عبد الرحيم بن كجان سعيد فتاحك من عشرين محمد بن رابع عشر اجدو السبعة حسين سيدون رقم سبتاش كبديل للغاية اللعب ياسي اللكحل ليقافوا من الكاف للانضار الثاني ثم الوجوم فابريس اقدما هو محصن ياجور هذا هي التشكيلة الودادية يقابلها ترجي العاصمة بياد الاسماء بالهربعة اثنين كثة واحد حارس مرمى معزبة مشريفية علمين هاريسون افول عليسار خليل شمام يلعب في المحور الهجري وبنانا وسط الميدان القربي والمولي واجدي بوعزي علمين يوسف لمساكني عليسار دراجي وراء المواجم الصريحي الكاميروني جوزيف نيانج هذه معطيات ورقة المباراة وختامها من خلال اسم الحكم جنسيته كاميروني واسمه اليوم نيان 29 سنة فقط زفر الافريقي والزمالك في قمة الابطال في هذا الموسم وكان من حكام مونديال الفيفا اندر سبنتين 2011 في المكسيك اذا تنتلق القمة تنتلق المباراة ذهابا كانت امتع مباراة الشامبونز ليك كانت احلى لقايات الجولات الافريقية على اطلاق من خلال 2-2 انطلاق عاصفي للعاصميين التراجي الرياضي يتقدم 2-0 وفي الشوط الثاني انتفاضة الويداديين اعادت المغاربة الاقتصام النقاط ومواصلة تقاسم الصدارة مع التراجي الرياضي في الجروب الخاص بالمجموعة العربية التراجي الويداد النادي الهالي اشناوى المولودية اذا التراجي توحى الجمهوره مثل متوحشة الجمهير التراجية فريقها وحبيبها العاصمي اللحظة التحية من التراجي الذي سيواجم في جهة الفيراج من خلال الصبورة اللامعة في ملعب المنزل الويداد لم يخسر في التنقلات الثلاث في تونس تعادل مع التراجي وتعادل مع السباكسي وتعادل مع الافريقي بينما التراجي في اخر مبارتين ضد المغاربة هنا في تونس تعادل مع الماس المغرب الفاسي في اليناف وتعادل مع الويداد بهدف لهدف ولكن بنالتي الدراجي منحت التراجي السيادة العرب بانتظار حلم زعامة القارة السمراء اذا هذه حكاية فريق وهذه حكاية ديربي وهذا طمع جيل من اجل اجيال قادمة غدا في ليلى من ليالي تونس الباردة في احد لياليها الشتوية القارسة تجتمع الجداد وتجتمع الجدة حول النار من اجل الحديث لحفادي عن جيلكم يا مساكني من اجل الكلام عن ابداعاتكم يا دراجي الشرط انتصار على الواك الفريق الصعب اللي موراله مرتفع شده في مستهل الموسم الكورو المغربي 2-0 على اتحاد الزموري للخميسات هدف يا جور والثاني من باسكال لم يخسر الواك من 6 مدشات في الموسم الجديد بين افريقيا كاس العرش ودور المغرب في اول نسخة للدور المحترف في كرة وسود الاطلسي هكذا هو الكلام واخر الاسماء لم يغري ايوب الخالقي يوسف ربح ثم عندك فتاح ومحمد بالربح خمسة اسماء واجهلها الدعوة ايريك راتس لمعركة بانجي ضد افريقيا الوسطة في طال الكاند خمسة انترناسيونو لمنتخب المغرب من الوداد تأكيد على الفورمة الكبيرة وتأكيد على الفترة الزاهية اللي مر بها وداد الامة وداد الامة ضد تراجي الشعب في انتلاقة الشوط الأول وفي انتلاقة المباراة هي اولى الثواني نتمنى نستمتع بمباراة كبيرة تليق بالعريقين وينطلق من خلال هديربي المغاربة من اجل تأكيد على عراقة الكورتين هنا تخرج هاري صلافول الترجي يعني تغيير الوداد التراري لغياب اللعب رقم رقم ثمانية رقم ثمانية ياسي اللكحل للانظار الثاني يدخل بديل عنه حسين زايدون لم يغير التشكيلة وللرسم التكتيكي الكوتش السويسري للوداد اللي هو ميشيل دوكاستيل عرب عرب عثنين الترجي بعض التغييرات من الكوتش نبيل معلول يرجع بانانا نحوالي بديل إدريسا كوليباني يحط عن ديمين هاريسون أفول بديل للعب السامح الدربالي اللي ما يمرش بفترة زاية في الفترة الأخيرة وبالنسبة للترجي الذي تونسي في كورة خطيرة حذاري حذاري وفي خطأ ستبدأ المباراة على هذه الإثارة وعلى هذه القوة طبعا كل فريق يحتل الصدارة بخمس نقاط الترجي يدرك جيدا أنه اليوم مباراة الدومي فينال أنه لقال ليلا انتصار الليلة هو السومي فاينال الفريق الودادي يعرف أنه أي نتيجة سلبية الخسارة في إستاد المنزة ممكن تغير المعطيات الآن دعني من الكورة نحب نتضمن عن لعب الودادي نحب نتضمن عن لعب الودادي لا بد من السرعة يريد إن شاء الله الصورة ترجع على لعب الودادي البيضاوي ما شفناش اللقطة كيف كانت إن شاء الله السلامات إن شاء الله اللقطة والمباراة في الدقيقة الأولى إن شاء الله الأمور لباس بالنسبة للاعب الويديد البيضاوي هو على أرجح فابريس أونداما اللاعب فابريس أونداما اللاعب فابريس أونداما اللاعب الكونكولي القادم من فريق هو من نادي ديابل نوار إن شاء الله نشوفه اللقطة الأخيرة إن شاء الله نمر السلامات بالنسبة للاعب فابريس أونداما هذه اللقطة الأخيرة وهذه الانتلاقة في كورة من أيوب الخالقي أيوب الخالقي وهنا الكونتاكت بين خليل شمام وبين القربي هنا والصورة يغطي فيها شوية اليوم لحقيقة الحكام الكامروني هل استعمل قربي مرفو أم لا الحكام يقول الكرة تلعبت وهو ستعود في خطال التراشر هذه لكن المهم نتمنه على اللعب فابريس أوندما تضع عشرين سنة اللعب كونجولي المبارات ستبدأ في لحظاتها القادمة بحسابات التكتيج قد لا نستمتع نشوف أنا فنيا لن تعاد مباراة كازابرانكا اليوم بتكون مباراة تعصاب في رأي مباراة تكتيكية مباراة كرينتا من الفريقين ومباراة ننتظر فيها حقيقة آداء جيد من اللعبين في المباراة إذن فابريس أوندما لباس والحمد لله لحظات الأولى ممكن كانت صعبة على اللعب الكونجولي اللعب الدولي تضع عشرين سنة مباراة في دقيقتها الثالثة لقد توقفت من أولى اللحظات فابريس أوندما يرجع يسقط على رديد الميدان وممكن يتم التغيير الانتراري بالناسبة للمدرب ميشيل دوكاستيل هذا نبيل معلول مع اسكاندل قصري كمساعد في فريق الوداد فريق الترجل التونسي وما يميز فريق الترجل مع نبيل معلول أن الفريق سجل في 21 مباراة على 23 لقاء ممكن وبالتالي الترجل عود أنصاره على التهديف وهذا ما نتمنى في هذه السارة الكروية أمام فريق ويدادي يحتكم على أقوى هجوم في الشامبيونس ليك 9 داب سجلها الواك في البطولة في الجروب ستيج أقوى تاك لما تقارن القراب منه هنا ينبس سجل 7 والترجل سجل فقط كم وقارنة 4 فحسب فيه دوري أبطال أفريقيا ثم عندك حسابات أيضا كاس أفريقيا ككل في عشرة جولات لأبطال أفريقيا مشوار الوداد الفريق المغربي سجل في 7 لقاءات على 10 وبالتالي أيضا مباراة ستكون هجومية باعتبار تقريب نفس المشاكل للفريقين الدراجي والوداد دفاعهم ونفس نقطة القوة اللي هي وصل ميدانه للتاك للفريقين والكتيبتين البيضاوية الودادية والدونسية للدراجي يمشي كورا عن طريق جوزيف نيانج جوزيف نيانج دراجي في منطقة الجزاء ترجع من الدفاع الودادي الدفاع الودادي الدراجي يحاول يفرض اسلوبه وستايل لعب وموضوع الانطلاق الانطلاق عن طريق شمام يمشي شمام كورا للدراجي يمشي وسامة دراجي مباراة كبيرة اليوم ينتظر فيها جمهور التراجي وننتظر أداة لمساكني بعد العودة اللاعب من كل يوم يأثر في سير المباراة وهذا طبعا اللاعب الثابت في مستوىه وقيمته الفنية كإضافة لوجوب التراجي دراجي إذا ما تلقاهاش مسجل تلقاه عادي أسيس بتاع كول يمشي كورا طويلة هرجع بالرأس من يايا بنانا مباراة قلت فنيا لن ترتقي لموقع ديكازة رايعة اليوم مباراة حسابات مباراة القوة مباراة الجريتة ومباراة مملك للدفاع الفدري هرجع نكورا من أخرى يوز الميداني ينتظر في التراجي وراء الفريق كان للتراجي أول تخرج تماس تماس يقولها عايدة لفريق الودان هذا خالد القرر والفريق التراجي يحلق ممكن بتحقيق لقب فريقي وفحقت لقب عربي من موسمين المباراة كما قلت باديا بيقولهم جاش موفيسيكي سيطر على ملعب المنزه هذه المباراة المهمة والمهمة جدا إن شاء الله تأثيراتها النفسية وقيمة ريهانة من تأكدين من تفقين على أنه نتيجة قبل ده الليلة سواء للتراجي وللوداد لكن إن شاء الله في كل الأحوال اللي عملوه الفريقين في ستان كازابلانكا لما لا يعاد من ناحية الفنية من ناحية الكروية لأنه كل فريق قادر على إمتاع جماهيره لكن ديما نقول ونكونوا واقعيين ونكونوا بفكر ميكافيلي النتيجة قبل الأداء في هذه الصهرة واجد بوعزي واجد بوعزي والحكام يعقل فانتج والكورة يخرج هاري صلافون هاري صلافون كورة خطيرة للتراجي وانا خطيرة للتراجي مزالت في الثمونتاش عن طريق المساكني يوسف المساكني يوسف المساكني حط كورة مراوغة ممتازة والباس والتوسيع ودربك وانتباك وكورة تراجي لكن كورة خرجة ركنية الحكام يرجع للقارن هاري بالزابة للتراجي التونسي إذن بداية ممتازة من التراجي الهان نلعبه كورة الهان فم كورة بعد أن توقفت المباراة في أكثر من لحظة التراجي خطير وقلت اليوم في رأي للاجة التونسية نقوله طرح لمساكني يعني ماتش يوسف لمساكني ومشي كورة برأس خطيرة والعدم يطيع من كورة رأسية من يا يابن هنا ستة دقائق لعب مشهود الأول التراجي الخطير شدع هو الأخ اللي هي البداية واللي كان أشار لها المدرب السويسي دوكاستان الحداري من التراجي في 24 ساعة 20 دقيقة التراجي اللي سجل 14 هدف من 15 جول بوت على المستوى الشامبلونز ليج هذا الموسم في الأشواط الأولى نقطة قوة التراجي في الفترة الأولى والرأسية كانت من بانانا شكلها خرجت من المدافع الودادي وفي الأخير ضربة ورمى ستعود للحارس نادر لم يغري 35 سنة حارس الواك التراجي الرياضي التونسي ضد المغاربة في تونس العب 9 مرات 5 فوز ورمى التعادل لم يخسر التراجي من الاشقاء في أرضه سواء كان في زويتنا أو المنزة أو رادس بينما الودادي هذه المرة الثانية اللي يلعب في تونس والتاريخ منشاركاته في تونس في أثلاثة عدلات واربع هزايد مع ملاحظة عدم الانتصار أبدا في تونس على نادي تونسي في الكوس الخارجية والبطولات القرية أو المسابقات القليمية ولكن بمعتن الوداد أيضا في صارح وأنه لم يخسر آخر ثلاثة تنقلات التونس بين اليناف ودوري أبطال العرب ضد السفاكسي وضد التراشي ترجع الكورة عدريق الشمام يمشي خليل الشمام مباراة مهمة جدا وانطلاقاتها قوية من الفريقين يدخل التراشي بالروح والإسرار بروح الإسرار وبروح القميص الغالي الأحمر الأصفر يلعب التراشي منهج الأغلى ثلاثة نقاط في مشوار الكاف شوف يوصديك هنا القربي يدخل أمام لعب الوداد وترجع الكورة من أيوب الخالقي أحد الأسماء الخمسة على ذمة إيري جيرتس الرجل الذي غير الشكل والثوب ووجه المغاربة على مستوى منتخبية الأول منتخب أسود الأطلسي ترجع الكورة عن طريق الهيشري يمشي والدهيشري في كورة بعيدة كورة طويلة تتهية من تباس مباراة مقفولة ومباراة مفتوحة لكل احتمالات الدربي هو الدربي خاصة وأنت تتحدث عن دربي تونسي مغربي كثيرا ما تميز في التاريخ بأنه دربي مثير جدا هو دربي صعب على الفريقين ترجع الكورة في خمع وأنا في فاول كان واضح على السعيد فتاح أحد اللعبي اللي عندهم ورقة السفرق بالماتش الليلة وبالتالي يخشى من الإيقاب هي نفس العملة ونفس الصعوبة لتراجي تونس حداش اللعب في الإفكتيف في الزاد البشر اللي معلول عندهم ورقة السفرق ترجع الكورة اللي يمتلك التراجي عن طريق دراجي دراجي يجيب الكورة وسامة دراجي تتحط الكورة من دفاعات الوداد الوداد يدافع التراجي يضغط والكورة من محمد بالرابح محمد بالرابح يضرب الكورة روكنية الروكنية للتراجي رياضي أو ضرب مرمى مثلا رقم الحكام كورنر نعم الروكنية رقم 2 للتراجي ولن أحدثكم ولن أحدثكم عن إمكانيات التراجي في الكورة الثابتة للذكرى هدف النادي الأقلي دراجي وين ينقل جول يمشي كورة مرة أخرى يخرج الحارس الممتاز الحارس نادر لم يغري أرجع الكورة خالد المولد عشر دقائق في شوط الأول التراجي يضغط الوداد في منطقة الدفاعية وينتظر وقت المرتدات بينما هنا يكونها ممتازة ضغط ممتاز والتماس للوقت تماث للودادة الرياضي استاد المنزة عشر دقائق خمستاش ألف متفرج بعدما كان قانونيا مسموح بخمزة لها في ماتش الأقلي اليوم خمستاش ممكن نتفق مع الزملاء في الستوديو أنه على آخر المباراة إن شاء الله مقال هشام وإن شاء الله نوصلوا ستين ألف متفرج في رادس من أجل حلم أبطال أفريقيا الترجي الجولة القادمة سيستضيف فريق الأمسياء المولودية والإقالة أخير سينزل ضيف القاهرة على النادي الأهلي وهنا حسابات الترجي رياضي أنه يخلص لحسابات قبل الحسبة الصعبة في استاد الكايرو ضد نادي القرن النادي الأهلي يرجع الكورة من يايا بنانا يايا بنانا يمشي للترجي عدريق شمام شمام يرجع اللاعب فابريسون دماء الكونغولي مديابل نوار على طريق دراجي يمشي القربي خد القربي للترجي الرياضي القربي يحط كورة ممتازة دراجي دراجي كورة تسبق ترجع مغربية ترجع ويدادية ما فيهاش خطأ والفاول ما كانش موجود والكورة ترجع لهم دماء وهم دماء والدفاع داخل شمام في بداية ممتازة من خليل والترجي مركز قوده في وجود شمام والمساكني في الفلانكوش في الرواق الأيسر بانتظار تحركات الرواق الأيمن في وجود أفول وقدامه أجدي بوعسي الكاميروني بانانا عشرين سنة يرعب الكورة الخالط المولي خالط المولي هذا ممتاز ويعوض مجد تراوي في هذه المرحلة الصعبة من دور الأبطال التراوي الذي سيعود بمناسبة لقاش ناوة ضد الامسا يمشي كورة الهاشري يمشي وليد وليد الهاشري ستة مباريات لم يتخلف دقيق عند دور الأبطال هو عنده الركور مع ابن شريفية يمشي هاري الصنافول هاري الصنافول وكورة أخرى ستعود للترش الرياضي أم لا نعم ركنية الركنية رقم الثات ثلاثة للترش التونسي هنا جواه استاد المنزة الترشي الذي يعود لمستوى الكووس الأفريقية والمسابقات الخارجية يلعب في المنزة بعدما تعود أحباه في السنوات الأخيرة أنه لقاهاته يحتضنها استاد رادس يمشي من كورة الشمام يلعب الشمام خطيرة ترجع بالرأس ترجع من الدفاع الودادي الترشي يفرض أسلوبه اللعبه في البداية هذا منتظره متوقع معه الربع ساعة يمشي هاري الصنافول هاري الصنافول للترشي رياضي هاري الصنافول تحط الكورة الهيشري يرجع البلاكستارس الغاني هاري الصنافول تحط الكورة عن طريق لعب درشي درشي يشط الملعب يحط الكورة درشي يأتي الباس خطيرة لمساكني كورة كانت بعيدة في ظهر بوعاسي هاري الصنافول هاري الصنافول يبقى خطير ويحاول يستثمر ممكن الضبابية وعدم قوة وسط دفاع الودادي هاري الصنافول هاري الصنافول يوسف رابح وبكشان وهو نفس التنظيم اللعب ماتش دائم في كذا بعد مكان بداية مشوار الودادي في كاسفريقيا يتلعب اللعب يوسف رابح ويشامل عمراني القادم المغرب التطواني هاري جاكورة هاري جاكورة فول هاري جاكورة بادي مليح لكن يابد من أجاعة يمشي دراجي دراجي تحط الكورة في وصل بيدان كورة ممتازة من المساكني المساكني جاري كورة روعة يدخل شمام 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 يوزع كورة مزات مرولة مرة الثانية يضغط دراجي والدفاع ثابت والصامت من الوقت هاري جاكورة مر أخرى كيما جات هاري من المرتدات هاري من ترك المساحات المباراة مزات طويلة والهدف في جيفيا يوقع وهنا الحق بكل خطأ خطأ للعب فابريس أونداما هالكم كول اللي ويداد الرياض النتائج كانت متباينة للمغاربة في الكوسط الأفريقية من خلال تعادل مخيم للأمال للرجاء في دور الأبطال المجموعة الأخرى بتعادل 0-0 ضد دانيامبا في استاد كازابلانكا وبالتالي آخر أمال للرجاء في الالتحاق بيركب المحاولين للسيميفاين الممكن تنتهي للفريق الرجاوي الكبير بينما اليوم على عكس الرجاء نتيجة ممتازة الماس المغرب الفاسي ثاني البطولة المغربية في عقاب العام الماضي يقدم في مردود متميز جدا ويتعادل في نيجيريا لون فريق السانشاين ستارس واحد واحد ونيجيريا عدلت في دقيقة تسعين الصدارة مزالت للماس للمغرب الفاسي في تار الكونفيدريشن كاف في مجموعته خاد أنتونس تلعب في فريق الثاني في كاس الكاف في أنجولا النادي الفريقي يلعب في انتر كلوب الجروب بودي بورتيفو نرجع لقمة الشمتونسي نرجع مع البداية المتميزة دراجي دراجي ما فيش خطاء الحكام هاليوم الحكام نيون الكاميروني تسعين سنة يقول لعب الراجي سجل 12 هدف على مستوى المشاركات الخارجية بفريق التراجي أولى في مرمى الإسماعيلي في محمد صبحي وآخرى في استاد الشناوة في ملعب الملودية معلول 23 مباراة ب17 مفوض أربع تعادلات وازيمتين فقط مع التراجي في موسم الأول ما فيش أبصايد يمشي شوزيف نيان خطيرة من شوزيف يوصع كورة وتمشي بالرأس وكورة الحارس المياغري نادر المياغري يتصدى بعد ما استضبط الكورة صرفها ديفياسيون من اللعب أيوب الخالقي ناقش كورة تويلة اليمان الرئاسية ترجع من المحصن ياشور في وسلم ميدان أرضية ثقيلة لكن التقس ممتاز تقس كورة 27 درجة حاليا في وقت اندلاك المباراة التسعى متعليل بوقت كازا العاشرة ليلة المسان بتوقيت الخطراء يتقدم للتاك تونس ورديع في ربع الساعة 15 مطيقة لعب شوط الأول نتيجة 0-0 والكورة ترجع من آه التماس لوليد الهيشري الوداد في دوري أبطال إفريقيا هذا العام خارج الديار اخسر في غانا ضد أدونا غانا 1-0 ثم اتعادل في نيشيريا 0-0 مع الكانو بيلارس ثم اخسر 2-0 من مازنبي ثم اتعادل 3-3 مع النادي الأهلي هذه ندايج الوداد خارج ملعب الأمة بينما الترجي كان فيس في تونس 5-0 على سباك 5-0 على الدياراب ثم 1-0 على الاهلي ويتقدم بوعاسي يمشي واجد بوعاسي خطيرة واجد بوعاسي الكورة في القيمة الثانية فورصل يوسف لمساكني خطيرة لكن ما ترسلش للشمام شمام شمام يلعب الكورة لجوزيف نيانج والكورة تقطع من دفاعات الوداد يرجع بالكورة المولي المولي يرفع الكورة يعمل الأوبر والكروس والكورة ترجع القربية ترجي بادي مليح ترجي بادي مليح لكن لابد أن يستثمر هذه الفترة أزايا فريق الأسور الأحمر التونسي منهج يفتح أبواب التجهيل وبالتالي يفتح بوابة السمي فاينال على مصرعي هيا ترجي تونس القورة تخرج في الآوت والرمي جريبية فرصة كبيرة هناك ممكن لو كانت عند المساكني ممكن تصرف آخر شانس آخر للقطنسيال الفني الكبير الزاد المهاري اللي عند يوسف المساكني إن شاء الله يوظف هذا في خدمة الفريق وإن شاء الله كما بقولت أعتقد أنه المساكني اليوم عنده كلمة ولفدت تكون له بسمة في مثل هذه المباريات الحاسمة ترجع الكورة عند ريط الأشري هواليد الأشري للتراجل يوصل ملعب يمشي وصل ملعب للتراجل رياضي لانتلاق المساكني دراجل يحاوله السامة ضغط كبير في وصل ميدان والتكتل الدفاعي الودادي يربح به تماث تماس على هاريسون أفول هاريسون أفول سيلعب اليوم في الجانب الدفاعي وبالتالي متوقع أنه التعليمات بالنسبة للمدارة بنبي المعلومة واضحة ميطلق وشتلتين مبعضهم الظاهرين نحكي على أفول والشمام هو الأولوية الآن التراجل يلعب من جهة المدافع الأيمن أيوب الخالقي اللي الصحافة تتحدث على أنه مشكلة أيوب الخالقي في الدفاع كبيرة على عكس يعني نبضو الهجوم الممتاز دفاعيا ممكن مراد لمسن أفضل لذلك معلول ينقل الهجمات التونسية التراجية من جهة ومشيرة ليصار في وجود الشمام ويوسف المساكني للضغط على اللاعب الأيمن اللاعب أيوب الخالقي نارجع لكورة من يوسف ربع عن طريق بانانا يا يابا يانانا للتراجي بانانا للقربي يمشي خاد القربي في كورة طويل الكروسلوم الكنترول والدخول والتوسيع وكورة خطيرة وفرصة كبيرة تطيع بإعجاز الحارس الودادي ينقذ كورة مش ممكن على روعة نادل الميغري الله بوعس يتهلق بوعس يوزع والكورة عن طريق الدبابة الجديدة جوزيف نيانج يضرب الكورة ممتاز والحارس ممتاز جدا حقيقة قلب الأسد العملاق الودادي خمسة لسنة شفتوا كورة الذهاب أنقذ الودادي من الخسارة على هدف دراجي القاتل واليوم يفسخ هدف آخر كان تريد من جوزيف نيانج الكامروني كامروني آخر يا يا بانانا يوزع كورة لفريطة التراجي وستعود من تماز ستعود من رمية جانبية هاوت لفريطة الودادي هذا هو أيوب الخالقي اللعب القادم من الفتح الرباطي من نادي الفوس باطل فريطة للكونفيدرالي العام الماضي عشرين عشر إذن كورة في التماس ترجع ويدادية ثم تقطع لترجع للدرجة التونسي ترجع للدرجة الرياضي إمكانية لتاكل لفريطة التونسي إمكانية لها جملة كورة تزيع ترجع مرة أخرى المراوغة حذاري من الارتداد الهجومي للفريق الودادي فريق عنده خطورة من ناحة الهجومية يمشي فابريس واندما ترجع برشة فرص في مده المباراة وهو الكورة وتمشي عن طريق الحارس حذاري حذاري ترجع الكورة ودعم الربون حذاري الكورة تتيح قدام اللعب معزبة نجريفية يتصد الكورة تمشي من هابفول هابفول يلعب الكورة عن طريق خالد المولي خالد المولي لفريق قلت درجة ريالي فصل ميدان دراجي دراجي يمشي بالكورة دراجي لمن دراجي يدخل على أطراف يستنى ينتظر ثم يلعب كورة عن طريق الهاريسون هابفول يمشي هاريسون هاريسون الخالد المولي خالد المولي في وسط الميدان يلعب كورة عن طريق القربي القربي للتراجي الرياضي حاول يقترب من مناطق الحارس الويدادي حارس المنتخب الأول نادي المياغري مرة أخرى نادي المياغري يكون ست منيع من لاجمات التراجية التونسية التراجي يخلق فرص في أول 20 دقيقة لكن حتى الآن المزالي يبحث عن الهمسة عن الهمسة لتحقق الفرحة الأولى أمام الأنصار في سط أد المنزة هاريسون كورة ممتازة يوزب المساكني المساكني المولي يحط كورة القربي يمشي خالد القربي خالد القربي لفريق التراجي جوزيف نيانج جوزيف نيانج يعمل كونترول والدفاع السابق عن طريق رابح وكشان هاريسون كورة بنانا يعمل كونترول ممتاز الكاميروني تلعب مونديال الواسطة الشباب في كولومبيا الشهر الماضي وراء تمشي في الرواق في الأطراف وترجع من مورا تلمسا للأوت والالتماس ليوساما دراجي اول محاول الوداد بعد 20 ديقة محاول التزديد والكورة عند الحارس معاسبا شريفية يقبل في اللعب فريق ميشيل دوكستيل الوداد اللي حقق هذه البطولة الافريقية التاريخية عام 92 بـ 2-0 في الفينال على الهلال والترجي في هذا الملعب من يوم من أيام 17 ديسمبر 94 في يوم تاريخي 3-1 على الزمالك القاهرية يمشي القربي يمشي القربي ما فيش خطال حكام الكاميروني يقول لعب والكورة تلعب في مرتدة بدون نجاح كورة في رياب الألوان البيضاء والحمراء للواق كورة ترجع حمراء والسفراء لفريق الدار ونادي الجمهور الترجي رياضي تونسي الترجي رياضي عنده الكورة ترجي حقق ثلاثة ألقاف افريقية في المنزة ضد فريق بريمير واغوستو ضد فريق انتر كلوب الواندر بيترو اتليتيكو وفريق الزمالك اللي قبل أهم الشامبيونس ديك بينما كورة تبشي دراجي أو بالمسمى القديم نقوله الشامبيونس كاف لاندي البطلة الكورة ترجع مرة أخرى 2-1 متابعة ومراكبة دائمة ومحاصرة للسيقة على الاعب الدراجي الويدات يحد الاندي فعيا يعمل في مباراة ممتازة يمشي يا يا بانانا حكام ممتاز ديكة البدنية قريب من كل عملية يتابع في اللقطات يمشي الخالقي ويوسف ينيانج ممتاز يمشي الكامروني اليوم يوم الكامروني والكورة تمشي عن دريد القربي والقربي يخسر الباس لكن ترجع الكورة لموليه الموليه يوسلم يدير يجيب الكورة عن لسار لا يزي الكورة في الوسط عن دريد القربي القربي خالد القربي يحط كورة سيئة جدا القربي هذه المرة وترجع تماس أو ضربة مرمى للفريق المغربي نادي الويدان خالد القربي اللي 3 هدام سجلها الدراشي الباس الحاسم الأسس كان من خالد القربي المركز الأول هو اليوسام الدراشي 4 هدام وأربع أسس اللاعب الأكثر ممكن فاعلية الأكثر نجاعة أو اللاعب الأفضل في مشوار الدراشي إفريقيا مقاريا بالأرقام الكورة تمشي للخالق 22 دقيقة لعب في شعوة الأول الدراشي يفرط يقعه هو يتحكم في نسق المباراة وعنده البوسيشن أكثر والفرص الأخطر ولكن الويداد يحد الآن ويقف مليح ويقدي بشكل جيد يمشي كورة يوسف لمساكني يوسف لمساكني يوسف لمساكني يمشي يوسف لمساكني بعد الكورة الآن يوسف لمساكني خطيرة لمساكني لمساكني وقضي فاعة الصفدة الثانية زادة الثانية زادة عمل ملاوها هنا ممتازة الثانية أكثر من الممتازة لكن الثالثة كانت سيدة وتقلب الكورة وتنقلب بالآية فيها أجمة مرتدة على الترجل والتماس التدخل من قلبها أسد خالد القربي هنا الكورة الأخيرة هنا كان ممكن يخرج كورة علمين لحقيقة علمين كان اللاعب واجدي بوعزي محاولة أولى من يوسف لمساكني اللي نرجع ونقول عنده إمكانية الظهور اليوم كان يشمل مباراة دراجي يستعيد يوسف لمساكني لمناسبة هذا اللقاء اللقاء العودة والكورة تبشي من أيوب الخالق يا أيوب الخالق يخرج بن شريفية ويحصل الكورة الكورة عن طريق معز بن شريفية عشرين سنة فقدت هذا الحرس الشاب في عام أول كاساس يلقى نفسه صاحب الدوبلي البطولة والكاس التونسية ويلعب اليوم من أجل التصار يقرب العاصمين من السمي فاينال بدور الأبطال وهنا تبشي دراجي دراجي يدخل فلوس ليبعد الأيوب الخالقي يحط كورة يبدل باس ويقف فيها مليح يرجع من مراد لمسا يخوص لملعب في لحظات الفريق الودادي والكورة تبشي بالرابح بالرابح الفتاح فتاح يمشي رقم ثلاثة مراد لمساكن اليساري مراد لمساكن خطيرة جدا خطاب فاتح من يشري يستفيد منه فريق الودادي عطريق ياشور ياشور يدخل قدام بانانا والكورة روكنية الركنية أولى لفريق الودادي بعد تدخل الكامروني يا يا بانانا لعب تكون في فريق التراجرات التونسي من السفقات المهمة على فكرة اللعب مويس إلي اللعب بيفواري التي تحدثت عنه والصحافة والإعلام على أنه أمضى عقل مع التراجر تلك السنوات السفقة لم تتم أبتلت باعتبار في العقد كانت هناك أمضاء وسيناتور متاع اللعب بيفواري فقط في الأخير التراجر رأى من خلال المات البجين ولعب عادي جدا ولا يرقى لمستوى التراجر إذن إلي مويس ليس مكشخ في 2011 2012 ليس ولد التراجر ترجع الكورة عن طريق أيوب الخالقي أيوب الخالقي في الهوت والتماس الرمي الجانبية لفريق الوداد والنتيجة بيضاء سفر لسفر أيوب الخالقي يعمل التوسيع هو تمشي وترجع ضربة مرمى لفريق التراجر الوداد فريق خطير جدا حتى خارج ميدانه فريق سجد لذة داف في سطاة الكليل الحربية ضد الأهلي فريق نقوله يعرف في سفر التراجر يستثمر قوته في جمهوره وقوته في ملعبه هل ستكون النتيجة بتلذة نقاط أي نتيجة أخرى ممكن منتظرة إذا يغيب الفوز هذه برشة السؤولات برشة تخمينات في معضيات مختلفة لأماني مختلفة بين حلم ويدادي من أجل عودة منتيجة طيبة وتفادي لازمة اللي تقربوا لحقيقة 80% من نسبة نهاية والتراجر يعرف أنه اليوم هو ماتش من نسبة نهاية هارجع الكرة الوصف المساكني المساكني يحط الكرة كيما قلت مباراة ما فيها شريط من كبير مباراة تكتيكية ومباراة حسابات والكرة ترجع أسلميدان كرة ويدادية عن طريق المولي أمن المولي يخسر الكنترول يخسر الكرة والويداد بلاقطات فنية يخرج بكرة تكسيرة ثم يطولها عن اليمين تتصرح الكرة عن طريق هندما يمشي الفابريس هندما حذري من الخطورة بدأ الفريق الويدادي يلعب ويباغت ويحاول يوصل لبنشريفية لكن اللمسة الأخيرة تكون خارجة من سعيد فتاح هاجدو يلعب في وسط الميدان على الرواق واللعب الويدادي الخطير رقم 4 ممكن في رأيي مع أخطاء الفردية والدفاعية للتراجرية ويقلب المعطيات في رأيي رقم 1 جمهور الويدادي اللي شجع فريقه بضراوة في ماتش الأحد 14 قوط السابق الماضي وخاصة وخاصة الكوتشيك بتاع دوكاستيل لما تخل اللعب القديوي يوسف اللي عمل يعني إضافة وقدم الإضافة لفريقه الويدادي وكان خطير شدا على دفاع التراجر الآن القديوي ورقة في شهود ثاني ممكن يلعب دوكاستيل التراجر يحاول أن يضغط لاستعادة الكورة واستثمار الفرص تخسارها والربع ساعة جاتنا كورتين ثلاثة ما تحطنش الكورة في الشبكة لكن الماتش مزال دويل الويداة تحسوا ياخد ثقة أكثر في الكانياتو بعد معدس 26 تيقى بدون قبول أهداف والتراجر ياضي يعرف أن مبالاة فوص لا يحتاج إلى الأهداف لا يحتاج إلى الاستعراض لا يحتاج إلى الكرنفال يريد أن يفوص ثلاثة نقاط فحسب هذا المهم في لعبة أبطال أفريقيا مراد لمسان مراد لمسان يمشي الفتاح فتاح واحدة اثنين سعيد مرة أخرى سعيد يمشي الخالقي أيوب الخالقي دي الويداد أيوب الخالقي يطلع بالكورة لمن؟ عدريق فاسكال لكن التراجر يضغط ممتاز يستخلاص الكورة الشمام الشمام يمشي كورة يوسف لمساكني يوسف لمساكني يعمل إزلالهم العادة يوسف لمساكني مراوغة ثانية ليستنى يطلع معه يطلع معه هاريسون أفول هاريسون يمشي البلاكستار سلغاني أفول مرة أخرى ليوسف لمساكني يحط كورة نيانج نيانج خطيرة برصة كبيرة للدراجر هذه بوعزية ابعد شوية ابعد برشا وفي الأخير الكورة دي لكن محاولة أخرى قريبة ليفتح باب التجير من فريق المكشخة حذاري يا هشري حذاري يمشي خالد لتاكت نونسي خالد القربي خالد القربي لفريق التلاجر هذه يمشي خالد القربي في كورة طويلة تتهيها عن طريق لاريسون أفول يعمل كونترول كورة الآن الأوفر يعد الكورته ويربح روكنية روكنية وكورة ثابتة المباراة مثل هذه صعبة جدا هو فريق وقف مليح على سقيه يظهر لي الكورات الثابتة تنفع وتخدم وتغير شكل المباراة هذا حارس الأسود بذكريات العملات الساكي حارس الوداد وحارس المغرب الأول ولو أن المغرب عرفت بارشة كلها ممتازين منهم الحارس علال ومنهم الحارس الهساس الكورة ستهتس ممكن في وقت هدف التراشي على الأهلي براسية والكورة كانت تقريبا كان ممكن نعودها عن طريق القربي ولكن في الأخير الكورة الثابتة تخرج برعا وراء آود لبريق الوداد الرياضي هنا الكورة من شمام هناك القائم الأول يقطع الطريق يقص على ويشق على الدفاع الودادي يضرب بالرأس القربي لك الكورة برا ضربة برمى ستعود في 6 متار أو 5 متار وخمسين باللغة القانونية لكن في اللغة التعليقية في المغرب العربي خاصة المغربين دوانسا أعتاد يقول لك 6 متر بايا رجعو لكم من 50 سنت 5 متار وخمسين تحسها ثقيلة وتويلة ترجع الكورة مرة أخرى عن طريق الهاشري يمشي الهاشري في وسط الملعب عن طريق المولي المولي imagining هاريسون أفول هاريسون أفول لفريق الترشي يزينها من الكورات التويلة هاريسون أفول يأخذ الكورة بس الميدان الترشي عن طريق القربع شوف الريتر كذلك جدا في يد المبارات للمولي المولي معطية شود ثاني ستنتغير تماما من ناحية تهنية من ناحية الضغط من ناحية العربي على الفريق لأنه كما قلت لا ننكر وكما صرح معلوه في ترند وصحفية قال هي مباراة المبتاح للنسبة نهاية وهذا ليس بجديد معروف منذ التعادل في ستاد كازا في شاو الثاني ضيع في التراجل كان ممكن تريحه برشا هذا ما صار وقدر الله وما شاء فعل اليوم معطية أخرى ماذا التراجي قادر على الفعل هل هناك الرياكشن الوداد ممكن يحاود ماتش كبير في ظرف أسبوعين وهذه المرة في المنزل أم لا التراجي كيف سيتعامل مع هذه المباريات وهو في آخر موسم عرف كيف يخرج من مباريات الكهوس دائما منتصر لما حقق البطولة سواء في الدربية على الفريقي أو في نهاية الكأس ضد النجم أو في كأس أفريقيا بتشكيلة منقوسة ضد النادي الأهلي إذن فريقي يعرف يربع عدوا التقاليد عنده جينات المباريات الكبرى ولذلك التراجي يحاول أن يصطاد الوداد وكورة تخرج أو التماس ستبقى للفريق البيضاوي للنادي الودادي من محصنية شهور اللعب القادم من سبورتينك شارل روا في الدولة البلشيكي واللعب اللي بدام في الرجال بيضاوي جمية محصنية شور امتلقت من مونديال الشباب في هولندا 2005 لما وصلت الوصول للمركز الرابع عالميا هارجع كورة من المساكني المساكني حد كورة جوسف نيانك جوسف نيانك جري له الكورة ممتاز يمشي اللعب يوسف المساكني يوسف المساكني يلم الكورة يدخل الزمنتاج هادي اختيرة هادي اختيرة فنيا يوسف المساكني كورة مش ممكن الكورة الأخيرة كان ممكن فعل حل الجماعي يا يوسف للمساكني يلعب على الحل الفردي والكورة تذيع مرة اخرى سهولة اختراق ايوب الخالق من المساكن اذا يركز الدرجة على هذا الرواق وتمشي معها الكورة ونلعب اكثر تركيز الدرجة قادر ان يرهي الشوط الأول واحد سفر على فريق دوكاستان هارجع كورة عن طريق الحارس يبشي بالكورة العملاق نادر لمياغري يوصل لميدان تتهي الكورة مرة اخرى ويدادية والكورة شكلة تماثلها برافو ممتاز جاب الكورة هاشدو هاشدو يضغط التراج يوسل ملعب والكورة ترجع للخلف مع بريسنج العالي للتراج الرياضي وورا عن طريق يوسف رابع يوسف رابع يدخل بالكورة يوسف رابع يلعب كورة طويلة خطيرة فمشوف سايد تمشي من دماء فابريس فابريس يا بانانا يا بانانا خطيرة وفيخ اللحظة هكليك والتزديدة والكورة السهلة لا تمشي ضرب المرمى للحارس بين شريفية طبعا مباراية شامبيونس ديج لانتا كنت سهلة انت لا تلعب وتلاعب فريق سباك او فريق الدياراف تلاعب الوداد الرياضي بتموحات وايذن القرية بفريق تغير شكله من خلال الرئيس النادي السيد اكرم اللي جاء بتقريب خمسة ستة ملاعبية والوداد اللي لعبنانه في نهاية شامبيونس ديج الفين وتسعة على المستوى العربي تغير تماما فيه كان نادي المياغري من تلك المباراة النهائية اللي يبطل العرب فما كان لاعب باسمه المياغري هارجع الكورة من جوزيف نيانج نيانج هاري سونافول هاري سونافول يدفن سببارشة يخسر الكورة ويخسر المراوغة والكونتاكت للفريق الودادي عن طريق اشدو يمشي احمد اكس ملوك العسكر لاعب سابق في الجيش الملكي يضغط التراجيبي دون خطأ لهم ممكن مرافو ما غير خطأ والحكام القريب من اللقطة يبطل العب والكورة تمشي تلعب عن طريق المساكني المساكني اليوم ما تشوق المساكني اليوم ما تشوق ولكن الباس كورة سيئة للدراجي هارجع الكورة مرة أخرى دراجي يلعب على عصابه طبيعي جدا المباراة حتى الجمهور تحسه يتفرج معناه مضغوطة عليه والكورة تمشي شمام شمام والكورة تقطع من الودادي حذاري من ترك المساحات حذاري من معركة وسط الميدان شو برشا سباس في الوسط يستفاد فيه الفريق الودادي لكن التغطية من أفول ما غير التفال هاريسون هاريسون أفول يحط كورة لإيشري هاريسون يقرب من منتقة وسط الميدان يمشي الغاني شوف المنافذ مغلقة والتراجي يفتقد للريتل في هذه الدقائق البداية كانت ممتازة لكن الآن فم صعوبات تكتكية مقول يلقى فريق التراجي لتجاوز المنافذ الودادي كما قلت تلعب في ديربي تلعب مع فريق كبير فريق عنده طموحات القرية وفي الصدارة وقوة وشو في شرم فينسليك تنمشي كورة مكتازة دراجي دراجي حط كورة المساكني 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 يضغط عليه ماذا تكور عنده يوسف المساكني بين اثنين يوسف المساكني حط كورة مراوغة ترجع من الدفاع راجعت من سعيد فتاح دائما الدراجي يكون في أمفيريوريتي بامريك في نقص عدده مقارنة مع المنافسة الودادة يعني لعب الترجع يلقى معه اثنين تقريبه الثالث يعمل في الكوبرتور يغطي من فريق الواك لذلك علينا أن نندب من هذه المعطيات وخاصة من الكروت السفراء والانذارات الورقة السفراء لخليل شمام رسميا هولد شمام لن يلعب ماتش المونودية راجع عنده مشكلة أيضا على مستوى الكروت على مستوى الانذارات انظار في مكانه ضد خليل شمام هو لن يلعب ماتش الوداد باعتبار عنده ورقة صفرة السابقة خليل شمام المهم اليوم انتيجة معلول يفكر فيما هو قادم مباراة التكتيك مباراة الشترانشية في حوار دوكاستيل معلول من أجل المقعد الأول والصدارة المشموعة 34 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول النتيجة سفر الترجع سفر الوداد كما توقعتها أن المباراة لن تكون بنفس يعني متعد ماتش كازرانكا فول ماتش تكتيكي ماتش حسابات هذا اللقاء ممكن سينتهي على هدف وحيد يمشي كورة عن طريق الحارس يمشي لميغري وأرجع من شمام شمام بالرأس كورة في التماس كورة في التماس لفريق الوداد الرياضي كورة ستعود لفريق الترجع أو الوداد لكن قلت أنه فريق الترجع سجر 14 هدف في مطلد فريقي هذا العام في الأشواط الأولى الهدف الوحيد اللي تسجل في أشواط الثانية كان ضد فريق الدياراف في مباراة الخمسة سفر أرجع كورة لفريق الوداد براوس الميدان المولهي والسرع الكورة تمشي خاد المولهي خاد المولهي عن طريق هاري صنافول هاري صنافول سيئ جدا في النصف ساعة شراحة ماذا سيفعل معلول في الرواق الأيمن اللي تحطه ما شل عليه شي ما يمشي أرجع كورة في التماس للدرجة لا هاري صنافول يخسرها حديري مزيد الكورة امتلاق الياجور أرجع يمخرج للصورة يمشي محسن ياجور محسن ياجور يعمل الكروشي يرجع يحط الكورة خطيرة على فريق الترشي عن طريقه جدون التنفس شوية يمشي فتاح سعيد فتاح يلعب الكورة مرة أخرى لفريق الترشي عن طريقة فول فول بالجنب الدفاع يمشي بالقربي والقربي برشا ميسباس برشا ميسباس شوت بداء ممتاز نسبية للترشي ما تثمرناش الفرص الأولى لكن الآن الترشي يعاني في هذه الفترة برشا قل التركيز برشا تسرع وبرشا الكورة مش في مكانها أرجع الكورة هاري سونا فول هاري سونا فول يحطي الباص جوسيف نيان شوف واحده بين ثلاثة وين الموسان ده الترشي يزمياتنا القدام ما يقعدش التالي والكورة تبقى ويدادية الوداد يصنع اللعب الآن نمشي الكورة أخرى الواق خطيرة جدا ليون دماء فابريس يعمل السرعة يتعدى خطيرة جدا اللعب هون دماء والحارس الحارس مواز بن شريفية يشامل خلس يعلق على ماتش الدرجي والزمان كله التاريخي يتذكر الكورة هذي واللوب والحارس كانت تذكر وينذكر جمهور أوسكار اللعب الغالي في خمسة دقائق يدخل في دفاع الدرجي يعمل طريقة نفس اللقطة لكن في الجول الآخر في الشبكة الأخرى والواعر عمل يعني خطوة قدام الرشاعة التالي خطوة للوراه وحتى الكورة في دي فقريب ذكرتني بكورة 94 من العملاق شكري الواعر نرجع بالكورة لفريق الوداد نرجع الكورة للوداد الرياضي الأفضل الآن الوداد الرياضي الأفضل الوداد الرياضي شوف الكورة والانتلاقة لفريق اللواج لعبوا فتقيقة سنته تذير مش شوط الأول عدالي من هذه الكورة فرصة والدراجي يستخلص كورة ممتازة في آخر لقطة عن طريق شمال ممكن رحصل اللاعب في المباراة من جهب الدراجيين دراجي يتعفل دراجي يتعصر والوداد يسيطر في معركة توسط الميدان لمشي كورة اختيرة مرة أخرى عن طريق اللعبون دماء ولكن بعيدة بعيدة الكورة الأخيرة على هجوم الوداد ضغوط كبير على الفريق أنا قلت مبقى برجناس تصوروا وتمناوا أنه اللقاء يلعب يعني بالأردين خمسة ملاب متفرج أنا من الناس اللي هتبنى فكرة نلعبه شوية شوية عشر لعب خمستاش نالف وهنا ما نحكيش هو أحيل فكري للجانب الأمني بهذه مسؤولية وزارة الداخلية لكن نحكي من جانب الكورة والفني أنه فريق التراجي عنده تقريب خمسة ستة شهور يلعب مغير جمهور بالتالي بعيد عن الضغوط الجمهور أيضا يخوف سليح ذو حدين خاصة في مباراة مصيرية نكون أو لا نكون شوف خسرنا وسط الميدان خسرنا وسط الميدان وفي خطاء للفريق الودادي خسرنا معركة وسط الميدان حاليا معركة وسط الميدان كانت هناك عديد الخيارات تكلمت الصحافة التونسية أيضا على أنه كونيبال يكون في المحور وبنانا يكون في وسط الميدان ارتكاز الثاني مع القربي هاريسون أفول علمين كان منذ بداية الأسبوع وواضح فكر معلول أنه هاريسون الغاني سيلعب في الرواق الأيمن وحاليا في 7 و3 طيقة العام شطر أول درجة ممكن نقول العبر بها ساعة المباراة تحسرت إلى حدود نصف ساعة ثم مدقيقة 30 الودادي التفوق خاصة بسيطرته على وسط الميدان هنا جماهير الترجة الرياضي في استاد المنزة استاد المنزة بمباراة مهمة مهمة جدا المغرج يمشي لسورة الجمهور برشة توقفات في شطر أول كسرت برشة الريتم أيضا وننتظر ننتظر الدقيقة الأخيرة من هذه الفترة وخاصة معطيات الشوط الثاني التي ستكون حاسمة وحاسمة جدا في توضيح ملامح هذه المجموعة العربية الصعبة بانتظار تنقل الآلي القاهري غدا الصعب إلى الجزائر لملاقات مولادية العاصمة في الساعة التاسعة ليلا جمهور الترش يحاول يفيق اللاعبين يحاول يساند اللاعبين في هذه الفترة اللي ممكن عنوانتها على أنها فترة الفراغ والنتيجة ما زالت هنا متعادلة سلبا وبيضاء سفر الترش الرياضي التونسي سفر الويداد الرياضي المغربي هنا أخرى مرة أخرى في العمق يمشي كورة هاريسونة فول هاريسوني رجع كورة في حصل ملعب هذه المرة يستخلصها المولهي وكورة تتهيّل التماث لترش تونس وراء للترش الرياضي في رمية جانبية بعد مخارجة الكورة واصطدمت بأيوب الخالقي وراء لفريق للترش الرياضي عندريك شمام يرجع مبريسون دماء برش من شكل صحي ليد اللاعب في هذه المباراة في هذه السارة الرمضانية والكورة تمشي بالقرب والدفاع موجود صعوبات كبيرة هجوميا عيد للترش لخلق الفرص والوصول للميغري تقريبا عنا عشرة دقائق موصل ناش للميغري والكورة في ضغط من القربي خاد القربي يضغط يضغط الكورة والحكام يقول خطأ يقول خطأ في الشرم المساعد يرفع عملية دفع من القربي لابد الترش يرجع يقدم قدام بش يضغط على الفريق الرياضي في رأي في مناتكو الخطفية لأن الرياضي فريق فنيا كبير برشا وعالي جدا من ناحية الفنية لو تعطيه الشانس وتعطيه المسافة والمساحة والوقت أنه يدور الكورة بش يتعب برشا الترش درش سيبقى يركض وراء الكورة بالميكانيات الفنية للعب الويداد يشري يشري بالكورة درش درش يصل الميدان عن طريق المولي المولي تتحط الكورة مرة ثانية وبوعزي بوعزي لمشوف ناش برش يحكي في هذا الشرط الأول خطأ هنا لفريق التراجي وانظار انظار عن لعب زيدون حسين زيدون يتلقى بطاقة صفراء الثانية في هذا الشرط الأول الأولى كانت على طووس الشمام والثانية على المغرب حسين زيدون خطأ كان واضح وورقة صفراء على حسين زيدون بينما كورة نام ناري صنافول هو طاقة في اللقطة طاقة برش التوقفات في المبارات أثرت على الريتم والمستوى الفني للماتش ولو أنه اللاعبين مجدودين عصبيا ومتوترين جدا نعرف حقيمة الرهان نعرف حقيمة الماتش وبالتالي المبارات لحد الآن في شاوت أول تاكتيكي ما زال فيه البيض هو الساد ومن يسود سفر الوداد سفر التراج الرياضي تمشي كورة مرة أخرى لفريق للدراجي ممكن عدريك الشمام هذا الوفر هذا الكروس لكن سيئة جدا كانت من الشمام ترجع مرة ثانية للدراج الرياضي معاً تريق القربي خالد القربي خالد القربي في وسط الميدان يلعب كورة وترجع من هاري صلافول هاري صلافول يرجع الغاني يحط الكورة وسط الميدان عن طريق يا يا بانانا يا يا بانانا يلعب كورة قدام للقربي القربي يرجع للكامرون يحط الكورة القدام يا يا بانانا يا يا بانانا يرجع الريصلافول هذه الكورات اللي تخوفني لقد الله تقطع هنا مشكل كبير ترجع الكورة وسط الميدان راعت كورة المسيكلي والدراج الشوت أول مش مقنعة جدا هو الكورة ترجع لأيوب الخالقي أيوب الخالقي هو التراجي يحصل تماثا ولا الكورة تلعب ماذا قال الحكام يقول كورة ترجع الوداد وراء ترجع الوداد في الأخير من امتلاك أيوب الخالقي شوت أول يسير نحو التعادل السلبي السفر للسفر ذكر البارح في دورة عبطال الفريق أيضا غابت الأهدام في السفر سفر بين الرجاوان ينبق الليلة التراجي يلتق الوداد في المنزة في العاصمة تونس وغدا في المساء الهلال السوداني في جاروة ضد كوتاسبور وآخر السارة سيكون من قمة المصرية الجزارية الآلي والمولدية خطيرة جدا فرصة ومش معقول مش معقول وجدي بعزي مش معقول وجدي بعزي سيناريو غير مقبول من وجدي وغير معتاد من وجدي بعزي سيناريو هدف قاتل في وقت مهم جدا خرج رس راس أعمل جيس تكنيك اللقطة الفنية يا رباه من رقابة الدفاع بشكل ممتاز جريب بشكل جيد قابل المرمى لكن الكورة كانت سيعة أول فرصة للتراجي من ربع ساعة تقريبا أكثر حتى ممكن نعشين دقيقة درجة من بانانا يا يا بانانا حتى الكورة للتراجي الشمام يمشي الشمام لفي الكورة ناقصة وراء الدرجة من أيوب الخالقي أيوب الخالقي والحكام من بلخطاطة خليل الشمام ممكن أحسن لاعب في التراجي بشد الأول على مستوى الروح على مستوى الحقيقة الاندفاع وعلى مستوى التركيز أقل لاعب ممكن نغلق في هذه الفترة الأولى من فريق التونسي فريق باب السويقة فرصة كبيرة ضعت من قدم واجل بوعسي لاعب الإساج الهدف الافتداحي في لقاء الظهاب بينما هنا كورة خطيرة حذاري لفريق الوداد التوسيع القيم الثاني والترجع من هاريسون أفول والكورة خرجت كورة خرجت لفريقا للتراجي رياضي محاولة كبيرة في ماتش بولت متاع واحد بليش الوداد يستنى في مرتدة والتراجي يريد أن يستثمر المحاولات القادمة لفتح بوابة التشهيل نرجع الكورة لأريسون أفول يمشي هاريسون هاريسون أفول تتحط الكورة جوزيف نيانج جوزيف نيانج يستنى المساندة يرجع التالي يحط كورة القرني القرني افتقدنا الريد برزاقني رزاق برشا لولاية اليوم الكورة خرجت في قيلة برشا نرجع الكورة مرة أخرى عن طريق المساكني والحكام يكون خطأ الخطأ للتراجي رياضي نتمنى أن نستثمر هذه الكورة معايا ينانج تبشي كورة دراجي دراجي والمساكني والمساكني والاوفر لا الكورة ترجع لأهل الكروس لأهل الكروس لأهل المراوغة والدخول ما تقتل جزاوي باس ودراجي ودراجي حط كورة وجوزيف نيانج وكورة والهدف الأول يضيع درزا كبيرة ضعف على التراجي التونسي التراجي لما يلعب قدام ويضغط قدام يكون أخطر لكتفنية ممتازة من لعب مولاد لمسان دراجي تفوق بالفرص لكن لم يستثمر هذه الأفضلية من ناحية الخطورة هناك كورة من المساكني يحط كورة دراجي دراجي يعمل لقطة فنية يوزع لجوزيف نيانج ضربت في الدفاع والحارس مرة أخرى قدام بوعس ممتاز جدا العملاء يستهل كلمة عملاء نادي الميغري هناك مرة أخرى نشيز تكنيك اللقطات الفنية تصنع الفارق في خطورة التراجي ولكن لم تمكننا منفتح البوامة التجير الدقيقة الأخيرة عن الشوط الأول خمس الرعيم دقيقة والنتيجة ما زالت سفر سفر سلامات بالنسبة للجول كيبر المغربي لم يغري خمس أسماء في المنتخب الأول أربع أسماء نادي لهم فيربيك المدرب الأولندي للفريق الأولنبي يعني قداد يمثل الآن القاترة مع المحترفين اللي تجر المنتخب المغربي نحو الوصول الكان ونحو الدموح المونديال ونحو التهلق الأولنبي سفر سفر بدقيقة خمس أربعين هنا أخبر كورة جوزيف نيانج أعمل للصعب أعمل للأصعب وأمام المرمى حقيقة أنك كورة ضيحة طريقة غريبة هو جديد بوعس يتبقى النتيجة بيضاء ويبقى جمهور الترشي مساند فهو المساند الرسمي على الدواب ومن أبد 1919 15 جامبي إلى الشيخ الأندية في دولس قرصة كبيرة ومحاولة اختيرة وثلاثة دقائق أوقات مديلة عن تفاصيل الفترة الأولى عن تفاصيل الشوط الأول هنا تونس وهذا المنزه والنتيجة في درب المغاربيين درب المغرب الكبير سفر ويدات كازابلانكا سفر لويستي أو الدم والذهب للصعب للعاصمة تونس هارجة نكورة هاري صنافول هاري صنافول في خطأ هارجة اختار طبعا في الشوط الأول هو الكورة ترجح في فاول تونسي في الوقت المديل في الشوط الأول الدقائق الأخيرة يتحرك فيها الترشل خلق فلسطين كبار وحده من بوعاسي في انفيرات تاب والثاني النهائج لبوعاسي هو الحارس اللي عمل لك لميغر يقال لمشي كورة للمسكني المسكني يحاول المسكني يحاول يدفن ما حاجة من هذه الجيعة يمشي التوزيع والدفاع وشمام هذا شمام نعم هو خليل شمام يرجع بالكورة البانانا بانانا يحضر كورة لمولي المولي للترشي شكرا الكورة هجري ترشي والكورة bot المتجر par جوسف مهار و SN والدفاع المدألة موجود ليس رئيسة المتواجد والكورة ستلاعود على خطأ شوية متاخر في هذه الصفار الحكام الكاميروني الحكام الكاميروني اليوم نيو لكن بسي فهم شوط الأول أداة معقول وجيد من الكاميروني اليوم نحن الاثنين يعني طلعوا بسقيهم والحكام يرى خطاء على مهاجم الترجي لمصلحة اللعب الودادي رقم السبعة أحمد أجدو مش غالة لباس بالنسبة للدول المغرب السابق أجدو وهنا زيدون شوط الثاني أدنياً تقليياً تكتيكياً أيضاً من ناحية الحظ ينقر في حضور توقف من هنا أو عدم التوفيق في كورة من هناك إذن هذا شوط الثاني سيكون حاسب سيكون مصيري هنا حضور الأعلام وهنا جانب من براج الترجي من خلال المجموعات للمجموعات المشجعين وننتظر ننتظر شوط ثاني سيكون أكتري ثارة الترجي سيضغط ممكن تكتيكياً بشترك مساحات سيبي جيزف والوداد هادي يلعب بل سيلعب من أجل استثمار المرتدات هكذا حسابات الشوط الثاني وهكذا أرى الشوط الثاني في انتظار ما سيكون لمساك للمولي هم الفائزين أم سيكون الوداد كلمة في درب المغاربين الشوط الأول على وشك النهاية الشوط الأول على وشك النهاية 29 سنة اليوم كان عندهم حكم كبير اسمون رافايل إفي ديفين هو الحكم اللي مثل كامرون في العشرية الأخيرة الآن المستقبل والشباب من خلال الحكم الشاب اليوم نيوم يبدو من ملامحهم المباراة والفريق الزمالك اليوم حكم ممتاز يعني يبشر بالخير والكورة ستعود ودادية عن طريق نادر المياغري يمشي نادر المياغري في جهة أفول هارس الأفول يغطي على الكورة وتعود للتراجر ياضي في آخر لحظات الشوط الأول ممكن آخر كورة للتراجر بين شريفية والحكم لن يمكن التراجر من هجمة أخيرة عن الفرست هاف أو لا سيمكننا من هذه الهجمة الأخيرة لكن يقول الكورة تتنفذ بالمكان هارجع الكورة عن طريق التراجر الهيشري للمولي المولي الوقت وفايز يمشي القدير خالت المولي خالت المولي يلعب الكورة اليايا بنانا يمشي بنانا للتراجر ياضي في انتلاق التلاتاك عن طريق المساكني بنانا بنانا يلعب كورة هاريسون أفول هالدفاع موجود مراد نمسن والدماس دماس للتراجر ياضي لابد من السرعة آخر لحظة والكورة تمشي جوزيف نيانج جوزيف نيانج لفريق التراجر وحاولت اللاعب الكورة على طريق القربي القربي للكامروني الكامروني لخالد وخالد يلعب كورة لمن ورأة طويلة تبشي للدراجر وبعيد على أسامة مراقب الأسيق على الدراجر وشطل هو الخلص سفر الدراجر سفر الودادة الرياضي هنا في العاصمة تونس شاوة أول ينتهي سفر لسفر مع الميذيف الحكام تقريب أربع تقايق وشوية والنتيجة متعادلة سلبيا في إسناد المنزة سفر لسفر مع خطاء من أخطف الله الخطاء كان ممكن يكون قاتل من اللاعب الهشري والكورة تبشي السهلة للحارس المياغري ورأة نادر المياغري نفس النتيجة التي اتهت عليها مباراة النياء العربي عام 2009 في رادس سفر لسفر في الشوط الأول الكورة ستعود من نادر المياغري الحكام ينظر الساعة ورابط خمس دقائق وبالفعل رسميا في هذه اللحظة يطلق الحكام الكاميروني أليوميون صافرة انتهاء الشوط الأول من قمة دوري أبطال أفريقيا الجولة الرابعة عن هذه المجموعة ونتيجتها بيضاء سفر الترشي التونسي سفر الودادة الرياضي بعد الفار نعود أصدقائي المشاهدين إذا انتلاقت الشوط الثاني الشي من التأخير مكل خمس دقائق باعتبار ربع ساعة الراحل مكل الفريقين اخذوا عشرين دقيقة على كل حالة الترشي والوداد تعطي التشكيل الفريقين لحد لين فما اشتغيرات في بداية هذا الشوط من الجانبين على ما يبدو وشفنا الحديث باللعب الترشي مع بعض كيفية التعامل مع الفريق بحجم وبقوة وقيمة الودادة الرياضي والشوط الثاني سينطلق في هذه اللحظات ويطلق اليوم نيون الكاميروني الشوط الثاني من لقاء الترشي الودادة الرياضي لن أعود ولن أكرر الجمهور حافظ درسه يعرف قيمة الثلاثة نقاط بالنسبة للترشي الرياضي إذا حب يتمن ويرتاح نتيجة ثلاثة نقاط مهمة جدا للاقتراب من النصف النهائي في دوري بطال الفريقيا الترشي وسل للنهائي عام تسعة وتسعين ضد الرجاء عام الفين ضد هارتزوفوك عام الفين وعشرة هو وصيف بطال الفريقيا ضد لوتو بويسون مازنبي ثم وصل السمي فاينل الفين وواحد الفين وثلاثة والفين واربعة اللي خسروا من أين يمبا الفين الأزرق النيجيري اليوم الكامروني يقلق الصافرة في هذه اللحظات هذا هاري صنافول ممكن في دوره الدفاع ومشا اختار لكن في الشكل الهجومي ما شفناش برشا أفول ولحقيقة الجهة اليمين اليوم مئة شوية للترجي على خلاف المبارد السابق اللي هي نقطة قوة الانتلاق للترجي في العادة في اليمين اليوم مئة شوية من ناحية الوجومية اللي فاها واجبوا عزي هاري صنافول اللي اختار الكل من جهة المساكني والشمام الشوط الثاني كيف سيكون أداة درجي هل يقدر الترجي أن يستعيد المبادرة في هذه الفترة الثانية أمام فريق الآن له من الإمكانيات والمعناويات الشي الكثير بعد نتيجة طيبة في الشوط الأول محصن ياجور هو فابريس أوندما هو الآن الساعة تقريبا الحادي عشر وعشر دقائق في التوقيت المحلي في تونس تجاوزنا منتصف الليل إذن التغيير ودخول سامح الدربالي دخول سامح الدربالي بديل لمن ممكن وجد بوعزي ممكن ويقدم هاري صنافول في الرواق الأيمن لاتاك وهناه انظار على فابريس أوندما هنا انظار ثالث على فابريس أوندما تلتقطه عدسات الكاميرا التغيير الأول في تشكيل الترجل التونسي معلول بشيعة حلول أكثر هجومية لهاري صنافول شكله واجدي بوعزي هو اللي خرج يرجع الدربالي في الباكرايت ليمين ويتقدم هاري صنافول من الرواق يدخل سامح الدربالي ممكن لتعزيز سوفو في الترجل من ناحية الوجومية نعرفه صحيح عندهم مشاكل دفاعية لكن سامح الدربالي أيضا واقع وحقيقة أنه لاعب مساهم جدا في قوة الترجل هجوميا في الرواق الأيمن إذن يلعب معلول هذه الورقة ويلعب بهذه الطريقة والكورة ترجع عن طريق الحارس بن شريفية بانانا بانانا يمشي بالكورة بانانا يحط الكورة في وصل ميدان لخاذ القربي خاذ القربي يلعب الكورة في الوجوم للتونسي هل خرج أفول أم لعب واجدي بوعزي سنرى القرار من معلول من خلال التشكيلة هنا في وصل ميدان هاري صنافول إذن بالفعل خرج واجدي بوعزي في تشكيلة التراجي نشوف في المساكني المساكني يحط كورة لكن ما تعداش والكورة ترجع من شمام شمام دراجي دراجي حط كورة وسامة وسامة شوط الكبار في الشوط الثاني والكورة تمشي عن طريق المولي يدخل المولي الدربالي بشي يدخل عن اليمين جاءت الكورة السامة خطورة التراجي بشي تظهر الآن يمشي سامح الدربالي كروس ممتاز فرصة كبيرة للتراجي فرصة اختيرة في كرة قريبة للدراجي شمام يلعب كرة وسامة يمشي الدراجي دراجي يصل الميدان دراجي اللاعب الموهوب اللي مثل مساكني حتى لما يكونش في يومه ممكن بلقطة الكوجيني حقق انتي صاروا بطولة وهذا تم برشا مرات هنا الكرة بعيدة وهنا اليايا بانانا اللي صعب المهمة على الدراجي يخرج اللاعب رقم 16 زيدوم ويدخل يونس المنقاري نثبت في ورقة المباراة الأكثر والأقل لكن نعرف هذا اللاعب يونس المنقاري 24 في فريق الويداد الويداد الرياضي بالفعل هو يونس المنقاري اذا نوراقي سليمة وخاصة ذكرياتي موجودة مع الويداد وبالتالي يدخل منقاري بديل للحسين زيدون هذا هو الخيار الأول من المدرب بشيلدو كاستيل وكانه الرياكشن على تغيير المعلول والتراجي مباراة قول تكتيكية اللعبة شترنج كاربوب كاسباروف هنا فيما خطأ وفا مرقة صفرة الثالثة على الويداد والرابعة في عمر المباراة من اللاعب سينظر باعتبار قيمة مباراة الويداد والأهلي بعد أسبوعين فملعبين أيضا في الفريق الويدادي عندهم مرقة صفرة يونس المنقاري هو اللي يرتكب الهف ومنذ دخوله وانظار على يونس المنقاري لعب الوسط شهر الثاني سيكون أكثر توتر من الجانبين سيكون أكثر عصاب مجدودة من الفريقين ومباراة ستلعب على هدف واحد هنا في استاد المنزة دراج تونس ضد الويداد الرياضي الويداد الرياضي 17 بطولة في تاريخه بالدوري خمسة منها قبل استقلال وتسعة مرات كأس العرش هو رقم واحد على مستوى الدوري ورقم اثنين على مستوى الكأس بعد فريق الجيش الملكي يمشي كورة من القربي القربي يعب كورة دراجي يدخل السامة الدراجي دراجي والدفاع والكورة ترجع من الدراجي خطيرة جدا والدفاع يخرج كورة للتماس او لركنية او التماس تماث للتراجي الرياض شعود ثاني تدقائق لعب شعود ثاني منتظر متوقع بداية قوية من التراجي في هذه الفترة يمشي لتاك عن طريق المساكن التوزيع ما توصلش هو انكماش دفاعي وتكتل الدفاع الويدادي بثبات والكورة ترجع عن طريق الدربالي السامح الدربالي فريق طبعا لما يلعب كومباكت فريق الويداد في الدفاع يتعب برشا عكس انه فريق يضرب بالمرتدات تقريب نفس السيناء والتراجي لما يخلي مساحات يقدم القدام يخلي مرتدات المنافس لكن الويداد لما يلعب خارج ميدان وشوفناه انه فريق يعرف يدافع لانه يلعب البلوك يلعب يعني فريق واحد وليحد الان ها الدفاع الويدادي نقول ناجح بعد خمسين دقيقة تقريب في مباراة المنزع نارجع من خاتل مولي خاتل مولي دراجي 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 في خطاء مرة اخرى او الحكم يعطي اتفانتج لا يرجع لي خطاء ضد الفريق الويدادي ضد محمد بن ربح اللاعب عنده انذار يلزم ينتبه ولا سيغيب على ماتش القمة ضد الاهلي مباريات التراجي والاهلي ضد الويدادي والاهلي وماتش اللي لبش يحسم المعركة من اجل مقاعدين في دور الاربعة في البيك فور لإفريقيا في الكاريداس لالفين وحداش في الشمبيونس ليج يمشي بالكورة المولي المولي للتراجي الرياضي الريتم لابد نرفع ليقاع يمشي الدراجي دراجي حد كورة ممكن هاريسونة فول تمشي جوزيف نيانج ونيانج يلعب كورة خدير على الويداد والدفاع الويدادي يتصد الكورة يتصد الكورة دفاع الويدادي التراجي يضغط روح اخرى والجرينتا اكبر من شيخ الهندية يمشي بالكورة هاريسونة فول تماث اوت للفريق الويدادي المساعد اللايمان كان قريب يقول مراد لمسن عنده حق في تماث والتماث لفريق الويداد مرة اخرى هذه المرة يقرب تقريب 15-20 مترو في مناطق التراجي ويحصل تماث بعد مخارجة من خالد المولي هاريسونة ترجع كورة لفريق الويداد الرياضي نلعبه في دقيقة 50 تقريب من زمن المبارات سفر التراجي وسفر الويداد هنا في المنزة هاريسونة تمشي كورة طويلة إيايا بانانا موجود الكامروني بانانا لجوزيف نيانج يضغط نيانج ياخد كورة جوزيف جوزيف نيانج والحكم يقول خطأ كانت عملية يعاقة موجودة من الكامروني والحكم كان قريب ويقول خطأ لنيانج هنا شوف الخطأ اللي شافه الحكم المال الكامروني اليوم نيون لمصلحة أيوب الخالقي 50 دقيقة في المبارات النتيجة ما زالت متعادلة سفر لسفر هنا كورة تمشي كورة المامافريكا وكورة الجابولاني أرجع الكورة للتراج الرياضي عن طريق بانانا بانانا في كورة طويلة تمشي بالرأس الهاريسون فول فول الدربالي سامح الدربالي يدخل من روخرة تتهيى لفريق الوداء دفاعين وتمشي من كورة في تغطية مطلوبة من الهيشري الان وليد الهيشري شوف المساحات هذه هي المغامرة في كورة قدم لابد جازف إذا تحب تربح يلزم تخلي مساحات وانتلاقة الدربالي يخلى مكانه وكانت تختير على التراجي هنا كورة ترجع أوت ضربة مرمى من رواق سامح الدربالي لللاعب والحارس بنشريفية هذا أجدو لمرة أخرى ما يتوفقش في ماتش الدربالي ضد الفريق التونسي التراجي وبالتالي نتوقع أنه نفس سيناريو ماتش الذهاب بعد شوية بشي يخرج اللاعب أجدو ويدخل ممكن القديوي وعنده السرعة وعنده الإمكانيات الفنية الكبيرة القديوي اللي قادر يهدد مرمى بنشريفية تماث تماث لفريق الوداد الرياضي ستة سبعة دقائق لعف شوة ثانية طبعا الوقت يزيد في توتر فريقا للتراجي إن شاء الله يتوفق في تجهل هدف في هذه الربع ساعة الأولى لأنه كل دقيقة تمر يزيد إصرار الوداد وتزيد الصعوب علينا يمشي كورة جوزيف نيانج لمياغري يخرج السلامات نادي المياغري لكن يطلع الدراجي هاري صنفول هاري صنفول يحاول يستخلص كورة والتماس للتراجي لابد من البرسينج لابد من الضغط العالي طريق الوداد يدعب كلما التراجي يعمل الضغط والكورة تبشي من قرب والتماس آخر للتراجي التونسي تماث وآوت للتراجي تتهيى الكورة عن طريق الدربالي دربالي حقيقة تراجي يلعب العصاب لو يركز ولو يلعب مرتاح التراجي تشوفوه أفضل في سيناريو أحسن في هذه المباراة شوفوا الفرص شوفوا الكورات شوفوا الكورة من الشمام لمساكني والدراجي بين ثلاثة يحصل ركنية ركنية في كورة على فكرة ما خرجتش يطلع بالكورة ويمشي الشمام شمام يعمل التوزيع على الرأس ترجع من الدفاع في كورة لمن ترجع للتراجي الرياضي حذاري من الكونتراتاك حذاري من المرتدة الحكم ما يشوفش فيها خطأ وتمشي الكورة عن طريق الياجور ياجور يرجع بانانا أربعة ثلاثة ضد أربعة شوف السرعة متع المرتدة متع الويداد يعمل مشكلة لفريق التراجي لموله يغطي يرجع الفريق هو الكورة ترجع لبانانا يا يا بانانا هات كورة طويلة في وسلميدان كان ممكن استعمال أكثر هدو من بانانا هو التماس لفريق التراجي كورة خارج تبرع هاوت لفريق تراجي تونس نلعب وثمانية تقايق لعب في شوط الثاني الآن نعرف توتر الجمهور بالدالي لنتكلم كثيرا عن الوقت بعد بار شوف الساعة خلاها تمشي يعني بستر الله وإن شاء الله الهدف سياتي لأنه مباراة واحد السفر في رأي يمشي الهيشري الهيشري يلعب لأفول أفول في وسلميدان ترجع الكورة مرة أوخرا ويددية يمشي الكورة ويددية يتحرك من الرواق يركز عن لمين والكورة من يجور يجور والهيشري غير مليح الهيشري موجود الهيشري مع مولي مولي حذري هنا البانانة يمشي يا يابانانة يحط كورة موسيل ميدان عن طريق القربي القربي للتراجي للعب شمام شمام من الرواق اليسار يطلع جوزيف نيانق جوزيف نيانق وكرة القربي يبدل كرة خالد خالد القربي يرجع الوراء بنانا كرة وسلم فريق الترجل الى تونسى عن طريق اللاعب يوسف المساكني المكتل وزف المساكني يوسف يحط كرة منغرة هاري صنافول هاري صنافول يحل الثغرة يلعب الكرة في الإسار عن طريق الشمام يمشي خليله يلعب الكرة الشمام يوزع كرة لجوسف نيانج بالرأس وكرة سالة بطبيعة الحال الحارس الميغري ما نهي تسعى دقائق لعب في هذا الشف两 ثاني كورا ترجع ودادية للحارس الدولي آدم المياغري والنتيجة بازالت هنا بيضاء سفر سفر في سطاة المنزة الترجل الرياضي هو الودادة الرياضي سامح الدربالي عنده العودة التمس سامح الدربالي البنانة مريات دائما أن الدرب المغرب التونسي دائما مثيرة لا تقدر لا يمكن لك التكاهن بهاوية الفاس لأخل اللحظة وهنا الجماهير الودادية اللي عاملة التحولة والجالية المغربية في تونس تشجع فريق الواك ترجع كورا جوزيف نيانج يتعطى يخرج فيها كالجان عبد الرحيم كالجان في وسط الدفاع يلعب كورا طويلة في ميدان الترجل الرياضي يمشي من محصن ياجور هو ترجع عن طريق القربي والقربي يحط الباس في كورا الشمام يمشي خليل الشمام للترجل الرياضي شمام يرجع مرة الثانية بانانا بانانا لمولئ لمولئ البانانا كورا لفريق الترجل يطال الضغط لعب فابريسون دماء حاول يبدأ الدفاع بالمهاجمين الاثنين ياجور واندمها فريق الواك من ميشيل دوكاستيلي درب النجم درب السريقسي ودرب الترجل في 2002 في تونس ولم يوفق معه فيتر شمبيونس ديك اللي خرج فيها الترجل من دور المجموعات في مجموعة ضمت عامتها 2002 كل من كوستادو السول مزنبيق الزمالك القاهري وفريق السيك ميموزا يرجع بن شريفية يرجع بن شريفية عشرة دقائق لعب في الشوط الثاني كورا للترجل الرياضي طريق الهيشري يمشي الهيشري في متابعة ياجور يمشي وليد الهيشري هو وليد الهيشري يلعب كورا طويلة وكورا سهلة يرجع لفريق الوداد للحارس المياغري المباراة هذه هي رقم 72 للترجل في تاريخ الشمبيونس ديك في تاريخ الكاف كومبيتيشن على مستوى الأبطال والماتش رقم 21 تاريخيا في كوستفريقيا من أول مغامر عام 71 في ماتش هالي بنغازي واحد سفر مشوش في بنغازي والسفر سفر في استاد المنزة واحد سبعين لي كانت أول منافسة للترجل للمغاربة من خلال كاس المغرب العربي لاندي البطلة ما تشوفها هنا في تونس واحد واحد ضد القوات المسلحة والجيش الملكي لفار من التاريخ تكلمنا وعن الحاضر نتكلم في كورا في مستقبل الترجل وعنوانها مخالفة لفريق الترجل الرياضي القربي القربي المولي المولي البنانا بنانا من أخرى يمشي يا يا بنانا وسط الميداني فريقا للترجل القربي يوسف لمساكني يوسف لمساكني يلعب بعيد الترجل صعوبات كبيرة شوف مرة أخرى لمساكني شوفت الدراج شوفت النيان كثر من مرة يجيوا للوسط بشيطلع بالكورة بشيخوا الكورة أرجع الكورة للترجل الرياضي الرواق في رواق محاولة المؤلي وكرة تماثل الترجل تونسي التماثل الترجل الرياضي عن طريق خالد المؤلي الكرة ستتهيل الآن لفريق الترجل في كرة الثابت يمشي التنفيذة الدربالي سامح الدربالي اللي كان لعب مع المنتخب التونسي في عمان ضد الأوردن في ماتشوتي الاثنين الماضي وهناها فول يخسل كرة لتعود ضربة مرمى للفريق الودادي مبارات مقفولة ميام في الميام في هذه البداية للشوط الثاني درجل مشلقي حلول الودادي يلعب مرتاح نسبيا ويعتمد على فريق حقيقة سيكون له الشأن في هذه البطولة الافريقية للشامبيونس ديج تمشي كرة دويلة من الحارس الودادي داخل القابو القرية الفين واثنين لماكسب كاس القوس على شانتي كوتوكو من كوماسي الفريق الغاني هارجع الكرة الترجية هوراوس الميدان على طريق الدراجي سجل في المباراة الكبرى سجل في الودادي في وفاق ستيف الأهل المصري في منتخب نيجيري على مستوى السيليكسيون وبالتالي اللاعب ديما يلقى الترجية تمنى الليلة رغم أنه بدنيا تحسوا ليس في الطوب وليس في قيمة وأوجل فورما اللاعب دراجي هارجع كورة مرة أخرى ممتازة سامح الدربالي يومشي سامح الدربالي يعمل الكراس يجيب كورنر الركنية في راي في ماتش مثل هذا لن أدعي العلم ولن أدعي في العلم فلسفة لكن ماتش مثل هذا يلزم الكورات الثابتة تستثمر يا تراجي مستوى متقارب مباراة قوية مباراة متوازنة فريق كبير الويداد المنافس بتهلي الكورة الثابتة يلزم تخلي منها فرصة ويمشي الشمال في كورة تمشي خطيرة فرصة قدام نيان فرصة قدام جوزاف والكورة عن طريق المياغري يمشي نادي المياغري الويداد لم يخسر في ثلاثة تنقلت الأخيرة قد في تونس يمشي بالكورة القربة علاش تلعب النار لورة تمشي عن طريق الحارس بنجريفية بنجريفية يطلع المولي المولي لفريق التراجي لما يطلع الدربالي على اليمين نشوف المولي يرجع يخطي من هذا الرواق ليدفاع التراجي فهناه الكورة الأخيرة وهناه الكورة الثابتة بالرأس من اللعب يوسف المساكني هو الكورة ما كانش فيها موجود جوزاف نيانج الكاميروني معلول يفكر فيما هو قادم من مباراة الصعبة والصعبة جداً عن الفريقين وعلى التراجي رياضي يمشي كورة طويلة من الهيشري يمشي وليد الهيشري عند ريك جوزاف نيانج جوزاف نيانج خرج الكورة الان لكن الكورة بمشاتش كورة ايداً فيها حفلة وصلت هذه الكورة لفول كان مش يخلق فرصة خطيرة للتراجي واناك عمل يدفع الحكام من كل العب هو الكورة ترجع جوزاف نيانج يمشي الكاميروني جوزاف جوزاف نيانج والتماس يختنق هجومياً فريق التراجي وهنا يصاب شان الاباس بالنسبة للقربي لخالد للقربي لعب متوسط الميدان لفريق التراجي الرياضي ساعة لعب في استاد المنزة ربع ساعة في الشاط الثاني سفر التراجي سفر الوداد والتماس للتراجي الرياضي الانتدارات والتطلعات للكاس الافريقية كبيرة في الجانبين والمعسكرين التونسي والودادي وترجع الكورة وهي لبحث عن الياجور واحد ضد واحد حذير يرجع بانانا يمشي لهيشري يحط بدنه في الكورة ياخو كورة قدامه ممتازة والي ممتازة بالهيشري يمشي بالكورة واليد لهيشري واليد لهيشري يلعب كورة طويلة 제مشي بالرأس يسل ميدال كورة الثانية يخذها جوزاف جوزاف نيانج بدل علي مين يسل كورة ناقصة لكن يدخل هاريس انافول يدخل التراجي شوف الكورة الاخيرة هاريس انافول هاريس انافول يلعب كورة والدفاع ت Qian يعني ممكن كان يفكر هو في لحظة في التزديد كان في رب الكون أحسن درجي على الفكرة مشكل كبير ولا واحد يفكر أنه يسدد يعني بونت وتزديده من بعيد ما شفتهاش للدرج من فترة لما مباراة تكون مقفولة مثل هذه يريد فم لاعب يتحمل مسؤولية ويجرب حظه هنا ممكن نقطة القوة لحقيقة في لاعب اسمه مجدد تراوي ليسدد برشا على المربح يمشي اللاعب هاري صنافول هاري صنافول لفريقه للدرج الرياضي عن طريق الموله يمشي الموله في وسط الملعب لفريق الترشي التونسي جوزيف نيانج والكورة السهلة للحارس الكورة السهلة للحارس الدقيقة 16 من هذا شوط ثاني مزال برشا كورة مزال برشا لعب صحيح الوداد معنويا في ظرف أفضل ولكن الترشي قادر على استياد الشباك الودادية بهدف حاسب في هذه المباراة خادر العياري سيدخل لفريق الترشي سيدخل بديل من؟ هذا هو مربط الفرس نتصور أنا هاري صنافول نتصورش لمساكن على كل حال رغم أنه يوسف في شوط ثاني ما شفناش الحقيقة يعني حتى تغيير يوسف يمكن هاجد له تبرير من المدرب معلول ولكن ننتظر والكورة تمشي من الوخرى عدريق الدربالي سامح الدربالي الدفاع موجود أفول موجود متواجد الترشي في خط الوسط يدقاد من القربي القربي يبعد من رقابل فابري صندماو يجري الكورة في ريوك اليساري في تواجد شمام يمشي خليل خليل شمام عدريق من ساكني واحدة في دين ممتازة يدخل شمام يدخل شمام يدخل شمام يوزع كورة شمام على القيم الثاني هو الترجي في ضيع فرصة في كورة اختيرة كانت والوداد يمشي الكونتراتاك سريعة جدا خطيرة جدا على الترجي من الوداد في كورة أخيرا تلعب بشكل سيء من يونس المنقاري هو ترجع السيء للبنان الرواق الأيسر يلزم يتحرك مرة أخرى الليمين فما أكثر توازن في شوت الثاني الحقيقة لكيليبر من هجمات الترجي من الجيها اليومنا وليسار يرجع الكورة جوزيف نيان جوزيف نيان يبعد على الأيوب الخالقي يبعد على الخالقي يمشي الكامروني الكامروني جوزيف نيان يلعب كورة الشمام يمشي شمام حد كورة قدام ولكن بعد تعليه الكورة خرجت نعم الكورة خرجت من خليل شمام هو تخرج تماس لفريق الودادة الرياضي مباراة قادمة للترجي 10 سبتمبر ضد المولدية في تونس ويوم 16 في الجمعة المباراة الأخيرة مع فريق النادي الأهلي ترجي المهم اليوم هو الانتصار لكن الفراي أيضا الأهم أنه ما نخسرش ترجع كورة القربي القربي هو كورة تخرج هو بدنيا حسن ترجي في الفترة الأخيرة صعب جدا في هذه الفترة الثانية هناك نزول في المستوى قل التركيز اللعب ذهنيا لو واضح ضغوط المباريات وتتالي المباريات الصعبة تضغط على اللعبين ذهنيا اللي تترجم على المستوى البدني أنه اللعب ما يتحكمش في كورة مثل هذه تبدو سهلة يمشي دراجي يمشي دراجي بوصل الميدان دراجي وتماس تماس للفريق قل الترجي الرياضي اللي عمل تغيير في بداية شهد ثاني خرج بوعزي هو أدخل سامح الدربالي وقدم اللعب أفول فريوات الآن ماذا قرر الحكام هنا أيضا مرة أخرى فابريس أونداما اللي عداها على رضية الميدان أكثر من اللي عداها واقف في اللعب الكونغولي فابريس أونداما تضع عشر سنة اللعب الديابلو نوار الشياطين السود لكونغو برازافيل الكورة ستتوفر للدراجي بالتماس يقف منتاج ساعتاش في هذا الشوط الثاني ورات كما قلت لم تكن ممتعة من ناحية الفنية لكن المهم في ختامها وفي خواتيمها وفي نوابيسها هي نقاط الثلاث هذا ليهب ثلاثة نقاط للتصدق الوداد خمسة نقاط يتقدم بفرق الهدام على فريق التراجي وقلت أنه فريق الوداد لم يخسر أي مباراة في هذا الموصف من أهل بزاق الدور الثمانية في كاسة عارش المغرب يحتلل صدارة الدور المغرب يدر الفوج الأول على فريق الاتحاد للاخلسات ثم عامل في المستوى المشاركة الافريقية نتيج ممتازة عادل مع التراجي والأهلي وفيزع الملودية بأربع سفر يخرج فابريس أوندم ترجع كورة لفريق قل التراجي اعتقدنا لأن السق السريع في هذه المباراة من الجانبين والكورة ستعود في أعقاب مناوش بين الدراجي والخالقي عشان اللاعبين يصبروا ما يتوتروش لهدف يجي في أي لحظة نرجع الكورة مرة أخرى عن طريق الدربالي سامح الدربالي حد كورة هاري صلافول هاري صلافول سامح الدربالي سامح الدربالي في كورة القايمة الثاني نرجع من يوسف المساكني بالرأس كورة التراجي نرجع كورة دراجي دراجي والتسديد وكورة عالية كورة عالية كانت من شمام كورة عالية وفرصة ضائعة كانت للتراجي رياضي عن طريق شمام التوزيعة الرئاسية التحذير ثم الباس بالدراجي والتسديد من شمام كانش في توازن بين الرجل والابدان المتاع وفي النقطة الأخيرة والكورة كانت عالية بينما أندما يرجع المباراة فبريس اللعب الكونغولي نرجع كورة من بانانا ممتاز في محور الدفاع بانانا يرجع تراج رياضي عن طريق شمام شمام يحط كورة جوزيف نيانج نيانج والكورة تتهيأ مرة ثانية لهاريسون أفول والكورة بوسط الميدان تبقى مرة ثانية لفريق التراج رياضي من الهيشري يمشي وليد الهيشري 20 دقيقة لعب في شوط الثاني كورة للتراج عن طريق المولي المولي حط كورة بنانا يمشي يا يا بنانا بنانا المولي كورة بوسط الملعب للتراج رياضي عن طريق اللعب هاريسون أفول هاريسون أفول ليس مقنع اليوم هاريسون أفول ممكن هو اللعب اليخرج ويدخل العياري في الواق سنرى قرار معلول نرجع كورة لفريق اللويدد في مثل هذه المباريات الصعبة وفي مثل أنه ممكن بدنياً ماكش قادر ممكن نعوذ هذا بالجرينة بالروح اللي عودنا عليها بفريق الترجل هذه لكن حالياً المباراة الصعبة ومقفولة جداً نمشي الكورة عن طريق فابريسون داما وقوم بمقفولة تماثر ترجل 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 المغربي. بس بنلعب الكورة على الأرض. والكورة ترجع مرة ثانية من سعيد فتاح. فتاح في وسط مناطق الترجري هذه. للهيشري. يرجع وليد الهيشري. وليد الهيشري في وسط الملعب. عن طريق القربي. خالد القربي. القربي للهيشري. الهيشري مرة أخرى. يطلع بالكورة. تبشي لفريق الترجري هذه. عن طريق جوزيف نيانج. نيانج لبانانا. كورة من أخرى لنيانج. شو برشة مرات. يجي لوسط نيانج. مشي لعب الكورة. هو الكورة ترجع. لفريق الترجري يعطي للكورة. يمشي هاريسونة فول. هاريسونة فول. يلعب كورة طويلة بعيدة على جوزيف نيانج وتراجي. طورة بعيدة تخرج ضربة مرمى. نعم نشكل الترجري تعانى كثيرا من ناحية الهجومية في هذه المباراة. هو نقول ميشيل دوكستيل جاهز الوداد كما ما يكون لمعركة الدفاع على النقطة هنا في صد المنزة حاليا. في منتصف الشوط الثاني. منتصف الشوط الثاني والنتيجة متعادلة سفر لسفر. هارجع كورة من سامح الدربالي. الدربالي حد كورة البانانا. بانانا في وسلميدان. هنا تتهيل الترجي مرة اخرى القربة. يمشي خاد القربة. خاد القربة واجواء الجماير هنا الودادية. ايضا في صد المنزة والشامريخ ممكن جروب الوينرس للفريق الودادي. هارجع كورة للترجري ياضي. عن طريق اللعب بانانا. يدخل بانانا. حد كورة لمساكني. لمساكني. قدامه جدار دفاعي. سيتار دفاعي. لكن لمساكني حاول يستنى. شوف الفريق تقريب واقف. ينزل متحرك. ينزل متحرك مغير كورة. وللعب مغير كورة. هيدا مش نعطي الشانس. انه نمسك كورة. والكورة تبشي للترجري ياضي عن طريق الدربالي. الدربالي يوزع. درجة مرة ثانية. هذه هي. هاريصون افول. يرفع الكورة هاريصون. تبشي بالرأس من الدفاع. عن طريق ايوب الخالقي. وحاولة اخرى للترجري لك بدون نجاح. يبشي كورة مغير خطاء البلانة. خطيرة لك كانت مشاهد. كانت عديد وكورة سالة للحارس. كورة سالة للحارس. كورة سالة للحارس. كورة سالة للنياغري. كورة سالة للنياغري والجمهور. يطالب للترجري باكثر جهد. وخاصة اكثر روح واسرار. كورة ستعود للحارس. من العداد البدني للترجري دي. هو من المشمولات. اه بوبكر الحناشي. اللي كان في الستاف بتاع المارو معلول. ايبا حصولنا على الكالا. لكن واربع واخد الشباب لي. وقت يبشي كورة طويلة. كورة خطيرة جدا. لكن افصايت. تسلل عليها شور. كانت كورة مباراة للويداد. الان سنلعب تحت الضغط من المباغة الويدادية. وقت ترجي حاليا مزيل. مجيش وقت التفكير انه النقطة يعني موجودة على الاقل. لا. بس انه نبحث عن نقاط الثلاث. مزيل برشة كورة برشة وقت. والكورة تمشي عن طريق دراجي. دراجي نبدل مجهود في محاولة الوصول للكورة ولللعبة وللالعاب وللأسماء. هو الكورة من نادر اللي ميغري. نادر اللي ميغري. يلعب كورة طويلة. ترجع لمن؟ عن طريق الحارس. بين شريفية. الويداد نجح دفاعيا. ولكن مخلق حتى فرصة هجوميا. والترجي لم يعاني دفاعيا من مرتدات الويداد لحد اللحظة تقيقة سمعين. ولكن لم يفلح هجوميا. رغم بعض المحاولات لاختراق دفاعات العملاء نادر اللي ميغري. يمشي كورة من لمن؟ سامح الدربالي. سامح الدربالي. وفولو تمس. مرة اخرى الترجل في الشوط الثاني. يترجع الاداء. هنا كانش فم بتسلل تقريب في اللحظة نفسها. ممكن في الباس. نعم كانش اوف سايد. بلانا كان مكسر التسلل. يقص سبعين في هذه المباراة. هو الكورة ترجع مرة اخرى لفريق الويداد. خطيرة جدا. خطيرة جدا. حذاري. حذاري. كورة صعبة فرصة. وركنية. الركنية لفريق الوقت. كانت كورة قريبة جدا لهذا الشباك. كورة خطيرة الويداد عن طريقة جدو. وهورة كانت صعبة جدا. الهيشري هنا. اجدو. يعطي ثيقة في مكانياته. محبش يبحث على البناندي. حاول يوصل كورة الهدف. ولكن كورة ضربت في بانانا يشق علىها. هو يشق الطريق بانانا ويخرج كورة ركنية. يمشي الكورة عن طريق اجدو. يمشي اجدو للتنفيذ. عشرين دقيقة نهاية المباراة. الصعبة الايوب الخالقي. برشة تكسير في هذه المباراة. مباراة ديربي. في حساباتها فيها تفاصيلها. والكورة ستعود للفريق الويدادي. في ركنية ضربت زاوية. لفريق الواق. كورة للويداد والتنفيذ. وترجع الكورة من الدراجي. ترجع الكورة من الدراجي. يوزن الميدان يمشي مراد لامسن. يوزع كورة مراد لامسن. وكورة من بانانا لكبزات الخطورة. بزات الخطورة والتسديد وبانانا. وكورة تمشي ركنية. الروكنية نعم لفريق الواق. الويداد خطير جدا في هذه اللحظات. الويداد خطير جدا. كانت كورة من احمد اجدو على اليمين. والآن كورة من اللي صار في دفاع الترجع من جهة باسكال اللي هو فابريس اون داما. فابريس اون داما. تمشي كورة من ضربة زاوية ركنية للفريق الويدادي. التنفيذ كالعادة متخصص الكورات الثابت اللاعب اجدو. يمشي اجدو لتنفيذ هذه الكورة. تريقة السامة وعشرين تقريب الشوت الثاني. هو كورة ترجع للخارق حذاري التسديد والدفاع. تمشي عن طريق الهيشري. الهيشري محاولة عكس الوجوم. يطلع بالكورة جوزيف نيانج. جوزيف نيانج يواصل كورة دراجي. دراجي كورة بدعليه. هو يربح تماث. يربح تماث وسامة دراجي. هو التغيير الان في تشكيلة الدراج الرياضي. بديل لمن سيدخل لعب العياري. خالد العياري. في مكان من في هذه اللحظات في هذه الدقائق الصعبة من مغامرة الشامبيونس ليك. التراجي بزيل عنده ماتش في تونس دول مولدية وماتش البرة في القارة. هو فريق الويدادي سيستضيف في الجولة القادمة الاهلي. ثم سينزل ضيف على المولدية في اخر جولة. ترجع لكورة دراجي. يا يا بانانا. بانانا يحط كورة القربي. القربي يطلع فيها الهيشري. يمشي وليد الهيشري. وليد الهيشري مره اخر لي بفريق للتراجي. يحط كورة جوزيف نيانج بالرأس. ممتازة. ممتازة من الكامروني ولكن امتياز الحارس. الترجي وجد عملاق هيدا اللي حقيتنا في الشباك اسمه نادر المياغري. هذي التوسيع وهون الرأسية كانت ممتازة ضربة الرأس من الكامروني لكن المياغري متميز جدا ياخو كورتو. هرجع كورة فيها وتتماس. هالتغيير الحالي وخروج دراجي. خروج دراجي ودخول العياري. الى المساكل باش يصبح مهاجم وورا اللاعب الكامروني جوزيف نيانج. ويلعب هافو العالمين واللعب العياري على الإسان. شوفوا هذا الاختيار. ممكن ايضا العياري يكون مهاجم ثاني. ممكن الترجل الان اكثر بطريقة ممكن اقرب اربعة اثنين. يعني لمساكني في الرواق والأفول في الرواق. هو العياري يتمركز مع اللاعب نيانج في الاتاك هومبوانت. ممكن هذا الاختيار الاقرب في انتظار نشوفه ده مركز اللاعبين. يمشي لمولي. يمشي لمولي. لمولي لفريق قلة الدرج الرياضي. في كورة طويلة وكورة بعيدة. كورة بعيدة على السامح الدربالي. مرخنا نفس التراجع الغريب اللي يحدوه في الاشوات الثانية لفريق الدرجي. هو الكورة تمشي في الاوت والثماس. لفريق الوداد الرياضي. اربعة سبعين دقيقة في عمر المباراة. ورات ترجع بالرأس لفريق الدرجي. هو الكورة تمشي مرة اخرى عن طريق العياري. واحد اثنين يدخل الامساكني الان. الامساكني يعمل مراوغة. الامساكني يحط كورة. الامساكني يلعب الكورة عن طريق الدربالي. دربالي دربالي. وللد راجي الفول. افول. يمشي هاري الصان يوصل الكورة. يوزع الكورة. ممكن جدا لكن ترجع ترجع ترجع初ه او مرة اخرى الدرجي يضغط. عن طريق الامساكني يصدد والدفاع موجود. الكورة ترجع عن طريق التراشي. من القربي يلعب دربالي. دربالي المولي المولي يتمس. او تلت ترج.. او تلت ترج رياضي. اي الربع الساعة لاحية حاس يلعب في المباراة. كورة من يلعب المولي يوزع كرة يمشي جوزيف نيانج والدفاع متفتن الدفاع متفتن من بيكالشاد هو يوسف ربح مغير خطاء بنانا ممتاز بنانا يمشي بالكرة الترجل المساكني يحط كرة يصنع اللعب كرة ممتازة يجيب فيها الدربالي الدربالي مش افسايد الدربالي في رأيه مش افسايد نعود انثبت اللعبة نعود انثبت الريبلاي الأخير هو قرار الحكم لنياتي بجديد لكن تسلل على الدربالي بالعكس الدربالي هو افسايد هفول مش افسايد الخالقي كسر التسلل لكن صار بالنسبة للترجل دربالي كان متقدم وكان هو في الافسايد لانه الكرة جاته لو جات الافول كان يسرح اللعب الغاني هارجع الكرة للترجل رياضي كثيرا ما حسمت المباريات المغاربية في الدقائق الاخيرة نذكر الترجل فاس بالبطول العربي على الويداد في تقيقة الاخيرة ضرب جزايد الراجي هو ضد المغرب الفاسي في كشمال افريقيا في تقيقة 94 هدفه عزي لذلك ما زلت اعتقد هو متفال ان الترجل بيمكنه ان شاء الله ان يخطف المباراة في اخر دقائق في الوقت الحاسب يا مشي كورة العياري لابد من المساهمة الوجومية لان لابد من التركيز في الفرصة القادمة لان تتوفر للترجل حتى منشور فرص في اخر دقائق لكن حذاري نقطة ايضا احسن من بلاش الترجل الشرط الرئيسي لان عدم الاسينة اذا يجي الربح وكي ندمه من الزنة بتعديل سبر سبر ودقيقة 75 ترجع الكورة من اخرى فيها اجمل فريق الترجل رياضي يمشي هاري صنافون هاري صنافون تعاد الاخر ممكن يعطي امل حتى المولدية في انتظار نتيجة الغد في الجزائر والكورة ترجع وجمهور الترجل يغني لفريقه ويغني لحبيبته العاصمية وهذه الكورة اللي موليه نسخن مع المالش مثل ما يسخن الجمهور فيسخن القوام الأول والنعبين يا ترجي العاصمية يمشي هاري صنافون هاري صنافون هاشه تفلسف الغد هاشه تفلسف الغد هاري الكورة تخرج بره هاها جمهور الترجل يوساند فريق الدم ودهب تريقة السبع والسبعين ها نتيجة سفر الترجل سفر الويدان يمشي كورا عن طريق الدربالي أو الجمهور قلك بلاستك ديما في قلبي يحكي على التراجر ياضي وعلى لعبي التراجر ياضي كونوا في المستوى يا وصود العاصمة هارجع لمساقني 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 حط كورا يمشي يوسف يلعب الكورا عن طريق النيان شوف النيانج يرجع النيانج لمن للهاريسونة فول في لمسة يد الحكام يزفرها للتراجر زفرها للتراجر يا بيتونس هارا تمشي اللمسة يد على لعب دايون السر من قري هاجوة كبيرة في استاد المنزم ممكن هذا منعرج المباراة منعرج المباراة منحكيش كورا منحكيش فنيات منحكي على تنفرامان على أداة جمهور يشجع فريقه ويقول له الآن ولا فلا لنقترب يا قرنين الكورا في الخطأ والكورا في الفاول وكورا لأمل وكورا لحلم وكورا لأغلى الأهداف يمشي كورا للتراجر عند ريت القربي بالرأس ما تمستش الكورا ما تمستش الكورا لا يشري لبانانا لا يشري لبانانا ممكن نقول بلغة الكورا حرموا على بعضهم هو فرصة تضيع وكورا تبتعد هو الوداد من نتيجة إيجابية يقترب هنا في استاد المنزم المولي يرجع المولي يربح تماث أو تلت درجة رياضي أو تلت درجة رياضي دونسي في هذه التلتقال في الشوطة الثاني والنتيجة ما زالت سفر لسفر يدخل القديوي عذاري من هذا القطار السريع عذاري من رقم أربعة يوسف القديوي القديوي بديلي عندما ممكن سنرى قرارات المدربة هو يجور يخرج محسن يجور هو يدخل القديوي نرجع كرة للدرجة البنانا بنانا حد كرة من أخرى الخاذ قربي قربي الوليد الهشري يمشي وليد الهشري أثناش تلت تشقيق نيات المباراة الوقت الحاسم للماتش إفريقيا والكرة تبشي أفول أفولي حد كرة دربالي سامح الدربالي وصل كرة دربالي وزع كرة وفرصة للدرجة هذه تونسي كانت اختيرة كانت اختيرة لفريق الترجة الترجة يلغط في آخر الدقائق نعم بحرارة الجمهور بيروح فريق الترجة الرياضي ممكن فعلها في الوقت القاتل هذه محاولة والعياري ولكن الخلقي ممتاز أيوب الخلقي ممتاز يقطع الطريق على مهاجم الترجة والكرة ترجع وصل الميدان سيطرة ميدانية لكن عقيمة بصراحة للترجة الرياضي في هذا اللقاء في كرة البنانا يمشي يا يا بنانا يمشي بنانا يحط الكرة مرة أخرى للترجة الرياضي يحط كرة ممتازة دربالي في خطأ في فاول بإشار عيد ملايمان هنا مخالفة للتربالي بهذه المخالفات بهذه الركنيات بهذه الكرات التي يسمها بالثبات لعل الترجي يثبت الوداد ويتثبت معه الحلم في ليلة رمضانية هنا في استاد المنزة يمشي القرم من مكان من أسبوعين هناك في كازابلانكا يمشي تكورة القرم أو الشباب وسجل الترجي هدف ملي هشري لعله وعسى تعاد اللقطة وتتكرر الأفراح وتتجدد مراسيم التدويج يمشي شمان يحط الكورة الترجي عنده كورة ومش ممكن كيف ضاعت إلى الكورنر هذه كورة مباراة ومش ممكن يا حياني فرصة كبيرة والترجي يتنفس الترجي يتحرك الترجي يتدفع للتاق يمشي كورة من شمان يمشي خليل شمان خليل شمان في كورة بالرأس ترجى المولي خطيرة والتزديدة مش ممكن مش ممكن مش ممكن حارس كبير حارس كبير يمنع المياغري الدرجي من التهديف نادر المياغري حارس كبير شوف الكورة وشوف فرصة تفتح باب التلجيل جاد في تباك مش معقول مش ممكن هذه يزي بتخرج قضيفة ولكن كانت سيسة سيسة برش سيسة برش شوف الكورة بتاع الشمام شوف الكورة بتاع اللاعب الهيش وشوف الكورة اللي جاد للعياري ورصة واحد سفر والتراجي يعمل التغيير يدخل سيسة العبدين السويسي يدخل السويسي بتشكيل التراجي من غادر المباراة من غادر قمة الدربيات السويسي يدخل الآن يدخل بالفعل أو لا لا أي سويسي سيسة العبدين السويسي بقي تنفكر في السويسي متاع السنوات الماضية بالرقم الثمانية هذا دريس لمحيسي دريس لمحيسي اللاعب الشاب الواعد هل يفعلها من الثمونتاش أو التسعتاش التراجي في دقيقة واحد وثمانين يتقدم التراجي لتاك يدخل المحيسي يلعب الكل في الكل معلوم في هذه اللحظات وهذا التوقيت والكورة من المحيسي المحيسي مغير خطايا لو ممكن مغير خطايا محيسي لكن في خطا يخطاء لا الكورة أو الكورة مرة ولمسة يد من اللاعب الويدادي المنقار يلعب النار عنده انذار والتراجي يستفيل من كورة من المساكري والكورة ترجع للتراجي رياضي يخطاء ترجع الكورة دمشي القربي الجماهير تساند وتشجع التراجي الويداة مارتين في تونس أربعة واحد عام ثمانية وتسعين في نسب نهاية كاس القوس ومن عامين واحد واحد في نهاية أبطال العرب ولكن تعاد المكن التراجي باللقب وهذه كورة وفرصة خطيرة ضعت على التراجي رياضي يمشي المحيسي يمشي دريس المحيسي كورة لفريق التراجي ممكن يكون مفاجأة صارة لمحيرسي لو ينجح ولكن لما ينجح نعفتاح حذاري بالمرتدات حذاري بالمرتدات حذاري بالمرتدات يمشي السريع القديوي يمشي السريع القديوي خطيرة جدا يوسف القديوي سدد والدفاع برابو بنانا مباراة من النار بذكريات يمشي المحيرسي حذاري حب نربح لك النقطة النقطة في ديربي هو تبقى في الصدارة وما يوربش بيك الويداد أيضا ليست نسيح حذاري حذاري مربح لك ما نخسرش يا بنانا يمشي بنانا هو في خطاء للتراج رياضي خطاء على اللاعب هالدول سعيد فتاح كرة ستعود لفريقا للتراج رياضي في وقت قاتل ثلاثة وثمانين دقيقة نزلت نشم ريحة هدف في هذه المباراة طبعا المغاربة يتمنوها للويداد وتمنها للتراجي هو الكرة تمشي لمساكني يزي من شدان الكرة الآن يا يوسف يزي من شدان الكرة هو ترجع الكرة للخالق ترجع الكرة لأيوب الخالقي درج يلزم يلعب على الكرات الثابتة في هذه الدقائق هناك نوع من الارتباك في دفاع الواق على الكرات الثابتة المغاربة تعادلوا في ماتشين إفريقيا في هذا الويداد المغرب الفاسي في نيجيريا من أجل صدارة الكمبيدريشن هو الرجاء في كازا دوتين ينبع هو الكرة ترجع من المولي المولي حد كرة العياري العياري يلعب الكرة من القربي القربي يمشي الهاري صنافول هاري صنافول يحط كرة طويلة تمشي جوزيف نيانج والصعيد فتح موجود ترجع لبانانا رجعت ليا يا بنانا آخر الدقائق في ممارات المنزة القربي طول كرة ترجع الدفاع والدفاع الويدادي موجود الدفاع الويدادي موجود مثل تواجد الآن للمساكني المساكني يحاول يدخل المساكني والدفاع شوف الكماشة الدفاعية الكاتيناتشو الويدادي اليوم والكرة تمشي سامح الدربالي سامح الدربالي يرفع كرة تيلعب للسامفل تيلعب السامفل تنتيج السفر سفر والقربي والقربي يصدد الحارس الحارس الويدادي الله على المياغري بصراحة لو للمياغري تيجي تكون ترشية ممكن بالشرط الأول المياغري حارس ممتاز والترش امتياز هاري صنافول يمشي هاري صوني وسع كرة بسيب كرة تخرج مثل ممتاز هالترش يضغط العياري والكرة تبقى لبانانا بانانا يخسر كرة لا الترشي يكسبها هذي الروح وإن كانت من دقائق قولها في شوط الثاني يمشي بانانا بانانا يحط كرة للدربالي آخر التوقيت المليح يبتع والكرة ترجع لفريق الويداد وهنا الويداد الكونتراتاك المرتدة المرتدة الويدادية الترشي لخطة واضح نعم فاول موجود خطاك كان موجودة عن القرية ومخالفة يستفيد منها ويداد الهم الويداد الرياضي البيضاوي المغربي لهذه كرة القربي والتسديد تلبناه منذ دقائق عدة في هذا اللقاء القربي يحاول هو الدفاع يتصدى من أبرس مدافع الواق هالعملاق المياغري المياغري يتعلق المياغري يتعلق ويمنع فرصة فتح باب التشهيل فيمشي الكرة مرة ثانية بإمكانية الويداد هو الدفاع يتصدى بسات اختيرة بسات المراوضة ودفاع الدرشي يخرج السلامات يخرج السلامات عن طريق الرواق دربالي دربالي يدخل في خطال في خطال الدرشي يخطال السامح للدربالي سامح الدربالي حض الكرة المولي المولي في المساند الدفاعية يمشي بالكرة عن طريق الهيشري الهيشري هل يتكرر السيناريو رادس في آخر الدقائق في 2009 بطال العرب رغم الصعوبة في المهمة ورغم ثبات هالويداد من خلال هذا العملاء يعني نتيجة الويداد اليوم على مسؤوليته نقول 70% حصلها الحارس نادر لمياغري كرة تبشي طويلة من المياغري لمن ترجع كرة للويداد هو القربي ممتاز القربي والكرة تخرج تماث تماث للتراجريادي تماث للتراجريادي ميشيل دوكاستيل بداية وممتازة مع الويداد عام مباشر بالخير الاستعادة للقاب للفريق الويدادي هو الكرة ترجع للتراجريادي تونسي في كرة تمشي عن طريقة للتراجري لان منلعبوش الكرة الان حاولوا نوصلوا بالكرة لمنطقة جزال مياغري نا ولعب للكرة كنا من بداية الشوط الثاني الان اعطيني محاولات في اللاتاك لكن حذاري بالدفاع حذاري بالدفازة يمشي بالكرة القديوي يمشي القديوي السريع ولكن الافضل بانانا ارجع للكرة مرة اخرى كرة ويدادية هو تسلل تسلل كان واضح على اللعب فابريس اونداما تسلل كان على فابريس اونداما والكرة ستعود لفريق قلل تراجريادي تراجريادي ست نقاط حاليا في المجموعة وست نقاط ما زالت من نار تسلل واضح كما قلت على اللعب فابريس اونداما الهدف بخمسة هدف الشرطانسليق بالنسبة الويداد مثل محسن ياجون اللي خرجوا وخلوا مكانه القديوي والكرة الآن نخليها التراجري لانتلاقة القربي القربي يحاول انشي قدام القربي يلعب كرة طويلة خطيرة جدة لفريق التراجري لكن يسقط يسقط اللعب اظن المحرسي وكرة تبقى لفريق الويدادة والدربالي دربالي وكرة تبقى في الميدان والتراجري عند ريق القربي يدخل القربي ومرة اخرى الخطاء على خالد اذن كرة ستتهيأ للفريق الويدادي في دقيقة السبعة وثمانين هالتغيير بدخول باسكال بديل رقم عشرة محمد بالرابع ارى ممتاز الحقيقة من دوكاستيل اللي قلت سيكون مكسب للويدادة الرياضي في هذا الموسم النيولوك متع ويداد كازابلانكا اللي تغير فيه الفريق خمسة ستة اسمية جديدة والادارة هونت ماليا من اجل هذه الانتدابات اللي غيرت الحقيقة من شكل الويداد على الموسم الماضي تمانية وثمانية دقيقة كرة لجيت العياري بتاع دف اكيد ايضا لحقيقة اليوم السوء البخت والحط يمنع الترجي حاليا من انتصار والكرة تبشي جوزيف نيانج ونيانج وكرة للعياري وحاول لكن مرة اخرى يستخلص الكرة الانتشار الدفاعي المميز للفريق الويدادي ثم الكونتر داك طبيعي جدا ترجي يدخل قدام يلعب الكل في الكل يجازف والكرة ترجع من هاريسون أفول هاريسون أفول مباراة الغد في الجزائر ستحدد كثيرا من ملامح هذه المجموعة كيف هو الرياكشن المولدية بهذين التعدلين حاليا يرجع في المنافسة ترجع الكرة لفريق الترجي عن طريق المساكني يمشي يوصف المساكني في الدقيقة ونصق بالنهاية المباراة باعتبار هذا الوقت المدين ممكن أربع دقائق يمشي المساكني يدخل المساكني الدفاع موجود والمساكني ما يوصفش الكرة الشمام لكن ترجع الكرة وصل ميدان على طريق الهيشري الهيشري ممتاز الكرة الثانية حذاري من الفريق الويدادي يحص الكرة مدنيين ممتاز جدا من فريق الواق والكرة تبشي للويداد البيضاوي والكرة بالهيشري والهيشري ممتاز مباراة كبيرة اليوم من الثنائي الدفاعي في المحور وليد الهيشري ويايا بانانا حيوار والصراع على الكرة والكرة ترجع مرة ثانية العبو بعاد على منطقة الويداد في آخر الدقيقة والكرة ترجع مرة أخرى شوف البرسين جذاغت في دقيقة 90 الويداد بالعنصر البدني رجع في شوط ثاني وحاليا في نهاية المباراة إنه يكمل قوي في صد المنزة والكرة تبشي للتراجر هذا الجمهور ينتظر في آخر كرة والكرة تتوزع كرة بعيدة بعيدة برشا لآن يعني يقولوا بلغة الكرة قتلوا بها وبالتالي ترجع لفريق الويداد عن طريق المياغري ترجع عن طريق المياغري بعيدة برشا على المساقري والكرة ترجع عن طريق اللعب قوي جدا هذا اللعب بدنيا يبشي بالكرة وتسلل تسلل في كرة بين باسكال واندما باسكال اللي تخل في يواخ المباراة كجدار دفاعي كمدافع آخر في وسط الميداد للويداد هارجع عن كرة بشي عطل الهجم منتع الترشي اللي توصل للطيقة 90 وانديجة بدون أهداف يعني ماكينات الهجوم الافريقية في البطولة الترشي والويداد لم يسجل هذه الليلة هارجع عن كرة من هاري صنافول هاري صنافول حاطل كرة جوزيف نيانك يخسر حواراته الثنائية والرأسية في هذا الشوط الثاني مع بكجان ويوسف ربح هارجع عن كرة مرة أخرى للترشي الرياضي عن طريق هاري صنافول هاري صنافول تتهي الكرة تبقى في الميداد لعل فيها الحف يمشي لمساكني أو العياري العياري يدخل العياري العياري يحاول والكرة تخرج من اللاعب يوسف ربح إلى ضربة مرمى تاخدية ممتازة حتى بدنه ربح التكه على اللاعب العياري هو يحصل الآوت ضربة مرمى سفر لسفر أربع دقائق كما قلت وقت بديل ممكن للترشي تبدو نتيجة مخيبة الأمال لكن لا ننسى أن الترشي أيضا حقق النقطة في استاد كازا لأنه أمام منافس الحقيقة باش يكون عنده شأن في هذه البطولة الأفريقية ما زالت المشاوير متواصلة وما زالت الغسرات متواصلة وأنك تكسب شامبيونز ديج لابد من هذه المباريات الصعبة الحقيقة والمصيرية بينما كرة يمشي فيها العياري العياري يحط كرة لفريق للترشي لكن ما تعداش ما تعداش كرة خاد العياري كرة خاد العياري ويمشي فريق الوداد الرياضي في إمكانية وجه معاكس لكن يداخل يشري يداخل يشري ترجع بالكرة القربي القربي والترشي عنده كرة الترشي عنده كرة في دقيقة تسعين ويتداخل الحكم لم نرى لقته سنرى المتابعة في لعبين اثنين على أرضية الميدان لعب خادل القربي هو لاعب أيضا من ويداد كازابلانكا هو اللقاء يسير رويدة رويدة نحو التعادل الأبيض السلبي هناك الكرة اللي كانت عند القربي وهناك تدخل القوي لحقيقة من لاعب مورد لمسا تدخل قوي كان من لاعب مورد لمسا في هذه التوقيت وهذه الدقائق الأخيرة للوقت بدل الضايع ممارات لم ترتقي المستوى فني كبير تغى عليها الحسابات وتغى عليها معطيات وحسابات النتيجة في الأخير عاليا 0-0 هي الأقرب ونحن نلعب في الوقت البديل الوقت الضايع هذه الكرة الأخيرة وهناك تدخل كان ممكن يكلف حتى اللاعب مورد لمسا ورقة حمراء تتعدى الورقة الصفراء لأنه اعتداء كان قوي من اللاعب اليساري للويداد مورد لمسا ستعود الكرة للتراجر هذه تونسي وسيحتسب الحكام ممكن لدقيقة 6 الحكام اليومنيون لتوقف اللعب في هذه اللحظات هل يعيد التراجر السيناريو بعض المباريات في آخر العوام والتي تجود على ذاكرة التراجر بسيناريوات مثيرة هدف الوناف في الاتقال آخيرة على الانتحاد الليبي أو الانتصار في فاس أو الفوز يمشي المساكني والحكام يوقف اللعبة يوقف اللعبة الحكام شوية من نالة وشوية من عبدالله في هذه المبارات اللي نقول التراجر لم يوفق هو لم يستثمر الفرص وأيضا اللاعبين لحقيقة أيضا استفاقتهم كانت متأخرة درجي استفاق في الدقائق الأخيرة ترجع الكورة لفريق للدرج رياضي يروح رياضية من الفريق الويدادي ترجع الكورة المبارات لحقيقة ارتقات مستوى رياضي ممتاز من الجانبين رغم حب الانتصار الغيرة على النتيجة تمشي كورة طويلة والكورة تمشي بالرأس جوزيف نيان قد لكي خسر كل الدويل بالرأس في الشوط الثاني والكورة تمشي البانانا بانانا يحط الكورة للحارس بين شريفية بين شريفية هل يكون التعادل الثاني على التوالي للتراجي في دورة أبطال أفريقيا ترجع الكورة البانانا رجي استعد للماتش الثلاثين على التوالي في المشاركات الخارجية بدون هزيمة لكن اليوم حابين يكون فوز وإن شاء الله فالما شاص الفوز في كورة تبشي لنيان والكورة عند الحارس اللي بيغري الكورة عند النادر اللي بيغري كتف كتف قرار السليم من الحاكم الكامروني هو تدخل رشيد من المدافع بالكشان هنا الباس ممتزة كانت لكن نيان وسلم تأخر وسلم تأخر أو يوسف ربح يوسف ربح هنا حطت الكورة وتحطت الكتاف والكورة ترجع للتراجي ريادي دونسي محاولة للتراجي ريادي في آخر كورة ممكن في المباراة وفي خطأ في فاول الخطأ موجود للقربي هربعة طائقة تهاولة كنتعرفوا الوقت اللي كان سمح فيه الحاكم لترتبي للتراجي بإسعاف القربي بيني الثابت ومن لمسن بالتالي تصور ما تفتمشي لتقيقة الستة ولكن سفر لسفر وأيضا نقول آخر كورة آخر فرصة للتراجي ريادي دونسي تمشي تنفذ الكورة عن طريق القربي بالرأس صعبة صعبة على الدفاع الودادي والكورة ترجع مرة ثانية هو فتاح ينقر الموقع فتاح كان في الوقت المناسب كان ممكن مشروع تزديد بتعقول للتراجي التراجي في أخير اللحظة يضغط مرة أخرى نرجع الكورة لمن التراجي عنده كورة وسلميدان على طريق المولي المولي كورة الهاريسون يمشي فول يطول كورة مرة أخرى تمشي على طريق الهيشري خطيرة وفرصة كبيرة لكن يجي المواجر متأخر هجوم التراجي يجي متأخر على الديبياسيون تحويل وجهة الكورة واتجاها من الهيشري كان ممكن التراجي يستثمر هذه الفرص وهنا خطأ آخر وهنا خطأ آخر وآخر كورة بالفعل هي الأخيرة حتما هي الأخيرة في استاد المنزة حتما آخيرة في استاد المنزة آخر كورة لابد من الهدوء بالنسبة القربي هل الحكام يعمل شغله آخر كورة آخر فرصة حتما آخر لقطة في المباراة والكورة تمشي عن طريق القربي سفر التراجي سفر الوداد ستة نقاط حالية للفريقين الأهل ياربع نقاط عنده شانسان ويتصدر إذا يربح في تزير وإذا الماتش هذا بعد هذه الفرصة ينتهي السفر للسفر كورة تمشي عن طريق القربي يمشي خالد القربي للتنفيذ يدى التقيقة وفي هذا التوقيت آخر كورة بالفعل من أمال التراجي الكورة تمشي عن طريق القربي تمشي بالرأس صعبة جدا فرصة للتراجي رياضي مزات الإمكانية يمشي صفوال لعبد ريس لمحيرسي والحكام ماذا يقول يقول فيها لمسوا فيها أوف سايد فيها أوف سايد ولا هل رسميا رسميا النقطة السادسة لفريق الوداد ببطل هذه المباراة الحارس لمياغري اللي كان عنوان رئيسي نقول لمياغري يمنع التراجي من الفوز لمياغري يمنع التراجي من الفوز هذه الكورة الأخيرة وهذه المحاولة هو الهيش اللي كان في موقع تسلل كان في موقع تسلل عند خروج الكورة واضح جدا وبالتالي الحكام كان قراره السليم هو المباراة ستنتهي الآن جاءت وقت للحسابات ستنقاط للتراجي ستنقاط للوداد أربع نقاط للهالي نقطة للمولدية وهذه النتيجة أيضا ادخل المولدية في المباراة وفي البطولة هذه المجموعة ستبوح بأسرارها أقول في آخر جولة في آخر جولة في استاد القهرة لا للتراجي وفي استاد الجزائر خمسة جوليا الوداد ضد المولدية إذن تعادل سلبي للتراجي تراجي خلاق برشة فرص لكن هذه أيام كرة القدم اليوم لم يتوفق ترجمة نانسي قنقر